واحد ما بيلعبش ياخد قدي مرتين عشان قريب من الإدارة بمزانية 300 مليون جنيه وبينافسوا على الهبوط ده بجد ده بالورق 300 مليون جنيه هتيجي تلعبني الساعة 3 العصر والأهل والزمالك الساعة 8 في الطراوة هو ده عدل تلعبني في الموت مش تلقي 3-4 من يكلموا في الإدارة من وراك ويدخلوا قوضة جواسيس يسمعوا بيتقال إيه لأ ده فلان قطع فيك النهاردة هتجيش بتقول لي فجاني قسورة بقى ما عحب بقى هو أي حد كلمة قسورة دي هنلزقها لأي حد لعيب كويس خلاص جيت دور المصر كويس شكرا ده قانون بتاع الصبح بدري ده قال لك جددو لحمد ياسر يا سلام قلت اللهم لك الحمد يعني الواحد تعب وإن شاء الله ربنا هيعوضوا بقى ونبقى بقى مع الناس في العشرات والتمانيات والتسعات والله العزب ما أنا بلعب عليهم هو أصلا يوم لعيب الكرة في مصر ماشي غلص اليوم تحديدا إكس فشل أخذنا مع الكابتن حسام ثالث دوري ثلاث مرات بـ 2 جنيه وربع يعني إيه بقى بـ 2 جنيه وربع؟ 2 جنيه وربع وفيش مزانية كابتن هتنزل تدي للناس كل واحد 100 دولار عشان يحبك هياخدوها منك وهكرهوك السلام عليكم يا أصحابي أهلا بكم وحلقة جديدة من جول كاست والنهاردة معنا ضيف مختلف وضيف مميز جدا وراجل أعرفه من أكتر من 10 سنين تقريبا لعيب من اللعيبة المميزة ولعيب من اللعيبة المختلفة اللي بعض القرارات المختلفة في الكهير بتاعه وصاحب قراء قوية ويعني حلقة برضو إيه دي من الحلقات اللي قدر أقول لكم أنها على ضمانة الشخصية تتفرج عبيها وفي الأخرة هتقول لي أنت صح وإحنا ببساطنا عشان معي النهاردة الكابتن أحمد ياسر منور الدنيا كابتن أحمد حبيبي يا بودي اتشرفت بيك ومبسوط أن أنا معك والله أحسن بودكاست في مصر كلها حبيبي يا حبيبي من غير مجملة أنت عارفت أنا ما بجملش أنا عارف أنك مجملة حبيبي يا بودي منور الدنيا والحمد لله على السلامة وشكرا أن أنت طبعا ضبيت الدعوة وجيت أنت رس جاي من السفر طبعا بقى لك فترة قليلة فبشكرك أول حاجة أن أنت جيت يعني حبيبي يا بودي ربنا ما حرمنيش منك حبيبي طيب كلام كتير عندنا طبعا النهاردة عن أمور كتيرة وآخر فترة أنت لعبتها في الليبيا نبدأ يعني بالكلام كده بس خلينا أول عزمك على حاجة من كاراك بوي بحلقات اللي فاتيك كلها وكننا بنقدم كاراك النهاردة فيه اختلاف فيه بستاشيو فرابي ده اسمع صحب أوي لا لا أنا هاش ربس يلا بينا سهل فل سهل شكرا تسلم إيدك شكرا شكرا جزيلا الحمد لله على السلامة قولي بقى ست شهور في الدور الليبي دول آخر حاجة يعني عندك تجارب مختلفة عندك تجاربه في العراق وتجاربه في الليبيا بس خلينا نبدأ من الآخر ست شهور في الدور الليبي وشوفت طبعا أنت كنت لسه مسجل هدف مهم مع النادي بتاعك في نادي التحدي الليبي صح؟ قولي إيه الخطوة دي خطوة برضو مش كتير يعني في مصر أخدوها لا والله انت عارف يعني هو الموضوع جبل بالصدفة برضو ما كنتش ناوي أن أنا روح ليبيا لكن طبعا أنت عارف كابتن عماد النحاس كان ماسك نادي التحدي هناك وحصل مشكلة بيني وبين الكابتن طارق مصطفى في البنك اللي اللي هو آخر نادي الليك قبل ما تساعدك آخر نادي اللي كانت الأمور ماشية كويس في النادي مع الكوتش اللي قابليه بابا فاسيليو لعبت مع 29 ماتش وبعدين بقى بدأنا السنة الجديدة والأمور تمام جي كابتن طارق مصطفى آآ ما عرفش قال لكابتن كريم كلم أحمد ياسر وقل له أنني يعني مش مقتنع بي آآ قلت أنا مكلم الكابتن كريم قلت له بصراحة يعني أنا برضو مش مقتنع بي الله؟ آآ نحنا في قول دقيقة لسه والله أنا بكلمك بجد يعني أنا بتكلم بصراحة انا عرفني أن الحمد لله مش مش مهم أنت تقتنع بي أو مهم المدرب هو اللي يقتنعك باللعاين زي دا اللعيب دا لازم المدرب يملى عينه اللعيب لما المدرب يبقى ايكونة بالنسبة له او يبقى حاجة كبيرة بالنسبة له ده بيعمل شغف عند اللعيب مدرب بيعلمني مظبوط بس دي انا خلي بارك انا بحب الكابتن طريق جدا عن مستوى الشخص هو راجل محترم بس انا بكلم في الشغل انا بكلم في حتة الشغل اللي انا عايز اقوله ايه النهاردة المدرب هو المكلف ان هو يوظف اللعيب ياخد اللعيب يعني صاحب القرار فهم قصدي فمهم ان اللعيب يقنع المدرب العكس كويسة بس بس مش هي دي ما هو انا مش انا هقنعه في ايه هو انا اول مرة في دور ممتاز يعني انا بلعب بقى العشرة سين في دور ممتاز اللي هقنعه انا بايه طريق لعب ومسلا ما انا بقول لك هي قناعات انت كلمك مزبوط في القول في الاخر بس في نفس الوقت الشعور كان متبادل يعني ولا هو مقتنع ولا انا مقتنع فالمهم قلت لكابتن كريم حسن شحطة طبع مدير الكورب عايز اشكره من خلالك من الناس المحترمة والشخصات اللي انا بحبها جدا قلت له يا كابتن اقعد مع الادارة وخليهم يفسخوا عقدي مدام الكابتن طارق مش عايزي مهم اعدت مع الناس والناس يعني بصراحة ادوني بقيت مستحقاتي اللي هي اللي بقيها لي معادة طبعا المشاركة وجزء برضو كمان كده ما خدتوش بس فسخت عادي واعدت في البيت اعدت في البيت اعدت في البيت اه ده كان امتى في يناير كان في يناير اه مع اني ما كنتش محضر النادي والله طب يعني كان ممكن على ألف ضلت على زمة النادي لا مش عايز افضل انا محسيتش بالتأدير في النادي يعني عالتعب اللي انا تأكتو الموسم اللي قبليه انا محسيتش بالتأدير ازاي ازاي انت ده انا الراجل اللعب تسعة وعشرين مواتش السنة اللي قبليها وسبب من اسباب ان الحمد لله الفرقة تقعد في الدوري مش انا مش احمد ياسر بس ربنا بيجعل اسباب يعني لو انت مثلا الفرقة قعد على بونت البنك الاهلي الموسم اللي قبل ده قعدين على بونت مع المحل ايه فأنا مثلا في مواتش سجلت جول بثلاثة بونت مش لوحدي بمساعدة زميلي بس ربنا جعلك سبب فين بقى التأدير يعني مش انت بس في حد تاني يسجل بجون بثلاثة بونت بس انت من ضمن المجموعة اللي كان لك دور مؤثر بالضبط لما لعب تسعة وعشرين مباراة مثلا تسعين دقيقة لا انا اتهلكت لا رقم طبعا اه فما حستش بتأدير قلت بخلص بقى ده ما فيش تأدير اه انا هاعود في البيت هو التأدير بالنسبة لك ان انت يعني التأدير الوحيد انت تقعد وتلعب التأدير هو يا مدي التأدير مدي وده برضو ما شفتوش في البنك الاهلي تأدير المدي ما شفتوش ما شفتوش في البنك الاهلي لا ما شفتوش والله ده انا اول اللي عيب يشتكيلي من البنك الاهلي مدين ده ممكن حد يشتكيلي من كل حاجة نادي البنك الاهلي بس بيقول لي بس هما في حيطة الفلوس دي ماما لا هما محترمين جدا بس انا بتكلم على قيمة احمد ياسر قيمة يعني على عمله يعني انت مثلا في ناس ما بتلعبش مثلا وتاخد قدي مرتين طب ليه طب ده عمل ايه بس في كل الفرقة بس ما ده مش فير ما هو ده في حاجة غلط العقلية بتاعت بعض بعض ادارات الانديه غلط انت اللي بيتعب اديله اللي بيتعب قدره اللي بيلعب وبيكسب الفرقة ده سعره مختلف عن الناس كلها لكن مثلا مثلا انت تيجي تقول لي واحد ما بيلعبش ياخد قدي مرتين عشان قريب من الادارة ده انا اول مرة اشوفها في مصر طب ليه هو انت ماشيها بالحب ولا بالعمل والتعب والاجتهاد والكلام ده تفهم قصدي انت حد تحس ان فيه ناس ما بتلعبش بس علاقاتها بالادارة بتخليها تاخد ضعف في عقدك ضعف في عقدي اه ليه حسيت بالظلم حسيت بالظلم وبدأ الموسم بحاجة يعني ان انا متضايق غصة في قلبك متضايق نفسيا عشان كده الموسم ما بدأش معايا كويس الموسم ما بدأش معايا كويس لان انا حاس ان انا مظلوم بس مش حاس ان ده حاجة يعني انا اسف والله مش قصدي مش حاس ان ده حاجة ما تخصكش يعني حاجة ما تخصنيش ازاي ان انت مثلا خدت عقد انت وفقت عليه انا وفقت عليه وفقت عليه باللي مش بالرضى وفقت عليه مش بالرضى انا وفقت على العقد بتاعي في البنك الاهلي الاخير ومش بالرضا انا وفقت عشان بس المدرب انا عايز اكمل معاه لان المدرب ده بيعلمني من المدربين المختلفين بس وفقت عليه قصدي بتتملك ان انت تقولهم لأ مش مكمل قلت لهم لأ اهو انا مش هينفع ما هو بص هارجع معلش انا اسف هاخدك شوية لا لا انا بس مش عايزك تستحملني عشان اي حاجة انا بسألها لك هي ممكن تكون في دماغ واحد اعب بتفرج لو اقولك ايه مثلا ايه ده اللي جانبه بياخد اكتر من انت مالك مع النهاردة انت ارتضيت حتى لو انت من جواك انت ارتضيت في النهاية ارتضيت لا انا ما ارتضيتش ما انا ماضيت لأسباب بس مش للرضا انا ماضيت لأسباب بس مش للرضا يعني مثلا مثلا هقول لحضرتك حاجة انا مثلا لما جيت العب في البنك الاهلي في بداية الموسم مش عارف انت تعرف مال انا بقولك من الاول انت رحت البنك الاهلي من المصري صح? اه ازاي? بيع وشرة اه بيع وشرة اشتروك اشتروني باربع مليون تقريبا بس عيثها كانت اربع مليون رقم لا معنا انا ما قطعتش بالاربع مليون والله لا ما انا بقول لك يعني عشان بس الناس لا 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 وبعدين انت كان فوضلك بين عقدك حاجة بسيطة فالاربع كان ايه كان فوضلك حوالي كنت سنة تقريبا فلا طبعا اربع رقم وكل حق وروحت وفي الاول كانت الامور عاملة ازاي أمور كانت كويسة وكان العقود متقربة كنت مبسوط جدا والحمد لله كنت سعيد جدا وعايز أشكر كابتن محمد يوسف لأنه هو سبب من أسباب أنه أنا كنت متعوجة مع البنك الأهلي ومن الشخصات المحترمة جدا اللي أنا بقدرها والله على المستوى الشخصي وفي الكورة وبرا الكورة هو ربنا يجعله سبب أنه يجبني وانا بقى كنت مبسوط كنت جدا مبسوط في البنك الأهلي كانت العقود متقربة يعني مثلا حاجات ما تخلكش أنت تبص للي جنبك زي ما أنت قلت حاجات ما تخلكش تبص أنت للي جنبك يعني مثلا عبد الرحمة بياخد جنيه أنا بأخد مثلا جنيه ربعة جنيه ربعة عادي حاجات يعني تفهى لو جيت تقسمها على تقسيمة الفلوس مش هيبقى أصلا فيه فرق حلو تفاهم قصدي كان فيه كده يعني كان فيه شوية نظام كان فيه عدلة شوية أيوة كان فيه عدلة شوية حلو جينا بقى السنة التانية البنك فتح ميزانية مفتوح فتح بقى فيه جاب بين الناس اللي في السنة الأولى والناس اللي في السنة اللجوم جديد حلو خلاص ماشي طبعا كنا متضايقين اللي في السنة الأولى مش من حقكم المهم مش من حقنا تمام لأنه عقدنا إيه ساريا ساريا وانتو ارتضيط بيها كنت مبسوط بيها الله يفتح عليك حلو وانا معاك هوا قلت لك عقدي ساري تمام جينا السنة التالتة الدنيا بقى طارت الدنيا طارت بقى فيه أرقام بقى مهولة أرقامنا مش مصدقها أنا قاعد جنبي واحد في قدت اللي بصد ببص له مش مصدق ده بياخد ما شاء الله يعني ربنا يزيده خلي بالك أنا مش مش بكلم ببص لحد أنا بكلم على عقلية بتاعة الإدارة يعني زميلي ده اللي جنبي انت مش متضايق ان هو الراجل ده بياخد ده انت بس متضايق من المثلا ان انت طب ما أنا قاد ليها دور أهم منه الله يفتح عليك أنا أخويا ده زميلي اللي قاعد جنبي ده ده خويا احنا بنلعب في فرقة واحدة وبناكل إش وملح مع بعض والحمد لله الحمد لله رب العالمين أنا عمري ما بسيط لحد بس أنا بتكلم على السيستم بتاع النادي انتوا بتعملوا ايه انتوا بتعملوا ايه لما تجيب لعيب مثلا تديره عشرة مليون جنيه واحمد ياسر يرجع من الانتظار يلعب عليه ازاي ازاي يعني فاهم قصدي اكمل لك الموضوع جينا بقى السنة الرابعة الياه الأخيرة الياه في البنك الأهلي الكابتن خالد جلال طبعا بشكره برضو من خلالك ومن الشخصات المحترمة حطينا على قائمة الانتظار حطك على قائمة الانتظار اللي هو في أول السنة فيه خمسة بره بتاع بس يفضل على زمة النادي لغاية يناير لو ما يعدمش يبقوا فري الله يفتح عليك طبعا ده برضو ده قانون بسم الله ما شاء الله يعني لا ده قانون بتاع الصبح بدري ده ان انت تسيبني على قائمة الانتظار والفرقة تلعب وانا باجي اتمرن اه انا قعدت والله يعني بيقولك فيه تارس يفصل القانون ده على مصر انا مش فاهم لا 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 الدنيا في مصر في القوانين والحاجات دي كابتن خالد جلال حطك على قائمة الانتظار اه حطينا على قائمة فقعدت انت 3-4 شهور انا اتحملت بقى كان عندي قوة والباور قلت انا قاعد وانشوف قلت انا قاعد اتروح تتمرن اه بقيت اروح اتمرن اه اجي مسلا تقسيمة ولا حاجة اقول لي لا احمد لفة حول الملعبة اقول له ماشا كابتن حاضر ما فيش ايه مشكلة فعلا اعدت كم شهر كده اعدت خمس شهور وقوة التحمل بقى وما بريحش اقسم بالله ما بريح كان يعمل تمنين ساعة ستة الصبح اول واحد احمد ياسر اعاد عالكورسي يقوم فتحي محمد فتح انا بقول لك بالاسم محمد فتح عاد جنب على كورسي يقوم بصص لكده انت اي ابن اللي جايبك يا ابن انت مجنون اقول له لا باشا انا باخد فلوس ما انا خدت مقدم زي زيهم عشان تبقى فلوس حلال حتى اه تدخل علي على الاولادي بالحلال تعبت فيها بصح الصبح بتصح الصبح بصح الصبح بتيجوا بالليل باجي بالليل التزاماتي مية في الماء هم وش عارفين يقولولي حاجة وبينزلوك المرتب ومية مية لا ملتزمين جدا ميتين في الماء جدا حلو فقعدت خمس شهور بتتمرن بس الكابتن خالد بقى عمل مركاته تاريخي بقى ارقام بقى ايه ضرب في الملايين ضرب مزة مالك عشرة مليون مش عارف مين تسعة مليون تلاتة من دجلب تلاتين مليون تلاتة من دجلب تلاتة انا بقى فهم المهم الكابتن خالد جاب اللي قال مركاته التاريخي اللي جابه قال لك انا هنفس على الدوري تقريبا او حاجة كده وبعدين ما فيش سبع ماتشات وهو حشن فهم قصدي جي كابتن والله بكلمك بميرض الله يعني هو ما توفقش في السبع ماتشات وطبعا الادارة بقى صرف مصاريف ضخمة فقال لك بقى ايه ده المصاريف دي والنتايج دي فيه عدم توفيق وارد ده مش تقليل من كابتن خالد على فكرة انا بقولك ده عدم توفيق وارد وارد ان انا كن مش متوفق في مكان المهم الامور ما مشيتش مع الكابتن خالد جي كابتن حلمي كابتن حلمي طولان من الشخصات المحترمة جدا والشخصيات الجد الشيك وجد وشبعان يعني ازاي شمالي مش جاي كل عيش ايه ايه مش جاي وظيفة يعني او جاي من حاجة كويس وشديد بقى بالظبط شديد بعض اللعبة ما تحملوش بقى الشدة دي بعض اللعبة ما تحملوش الشدة دي طبعا والكلام للإدارة يوصل لا ده كابتن حلمي جديد وما انت عايز مدير بيجهزر معك يعني شديد بيعمل ايه يعني اجري وجد وما بيهزرش والتزام في الملعب ما تأثرش الكرة تقطعت ترجع فيه لعيبة يعني عايزة ايه شوية راحة عايزة اريحية اه شوية عايزة تبقى في تبقى في تبقى في ما انت هتنزل مرتين كنت هتنزل مش مرتين احنا بقالنا ربع سنين بننزل ولسه بننزل هوت انا مشاهد من البنك الاهلي وبينافسه على الهبوط المزانية تلتمية مليون جنيه وبينافسه على الهبوط ده بجد ده بالورق تلتمية مليون جنيه المهم اكمل لك الكسة كل الكلام زاده وبتاعه بيوصل للإدارة لا احنا مش عايزينه يعني ايه بقى دي معلش ممكن تشرحه حادي والله زين بقول لك كده لعيبة يعني اه لعيبة لعيبة بتكلم الإدارة لعيبة موسيق والكابتن حلمي شرحوه شرحوه في الإدارة والله العظيم ولو ايه بقى ده كمان وصلت بعض اللعيبة بتجيب الجوال مش عايزة تفرح زعلنا ان هو جاب جول ينهارسه ده نقل لي خلينا جيب جول انا عايز الكابتن حلمي يمشي وما تشاهد بص انا كاحمد ياسر الحمد لله شخصيتي انا مش بنافق انا مش طالع مثلا ان انا اقول كلمة عشان الناس المشاهدات تزيد والله يا جماعة ولا مشاهدات ولا فريق معايا ورحمة قوية ولا فريق معايا انا بتكلم بما يرضي المواتشة داخلية موسى ديوارة جاب جون وما فرحش الفيديو موجود الفيديو موجود انا مش كداب انا مشكلت جاب جون وما فرحش عشان هو المدرب بيعمل وحش المدرب شديد المدرب ناشف معاه طب انت وانت موجود كنت حسك كابتن حلمك بيجي على حد يعني بس مدرسة عسكرية شوي وفي رحب تنزل محتاجة كده اما اللي همحتاج ايه اه هو كابتن خالد طيب شوية في التعامل لين شوية اه وشخصان محترمة جدا ييجي مثلا احمد ياسر زعلان زعلشا يصور مش عارف ايه دي برضو مدرسة وبتفرح اللعيب في كابتن حلمي الرجل صارم احمد ياسر زعلان ما يتفلق عندي غيره زعلان وريني في الملعب هو انت لازم تققلم عقلية تقنت عالمدرب انت مش المدربيل يومشه على مزاجك انا تعملت مع كابتن خالد تعملت مع كابتن حلمي زي ما هو عاوز فهم قصدي ماشي جي كابتن حلمي اللي انا بجرع حوالي الملعب وبتعاليا بني انت بتجري كده لي بتضعطي يا الله كابتن حصل كذا 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 وانا في قيمة الانتظار الكابتن الحلمي فكر ان انا مثلا ايه احمد ياسر ما بيعاش زي زمان او كده. اه. ما فيش اول تقسيمة بقى منزلني فيها كده في واحد يناير. عشان ايه? لو فيه امكانية انه. ده الوقت يا هتمشي هتقعك. نزلني تقسيمة كده. تضربناه. اه طلع برا. قال لي يا ابني اعمل حسابك انت هتتأيد بكرة. قلت له بجد كابتن والله ايه. قال لي انت هتتأيد بكرة وانا ما بجملكش. وتسأله. اه. شو كده فانا مش مختلف معك. لا لا انا غير كده اي مدرب سوي مية يعني بيدي الناس انا مش عايز اجل مدرب يدي الناس يدي الناس كلها حقها. ايه لا يحصل? هتلاقيني بلعب. يا سلاة. اه والله. يعني جي كابتن حلمي ده. معلش هو قريبي. جي كابتن حلمي ده. عادي انت في الوقت ادودت الناس كلها مش مش في الفورما يعني. او. او. ماشي. ماشي. خلص كابتن حلمي بدأت. اول مرة من خمس شهور. اه. على العشرات والتمانيات والتساعات والسبعات والميات والخمسينات وكل دول. احمد ياسر في الملعب. بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وباكتهادي. ما غبتش ولا تمرينة والله. ماشي. والله ولا تمرينة. كل يوم يجي الف حولين الملعب. وبقيت ابص مثلا كده يعني. الف حولين الملعب. بس هعمل ايه. ما بليد دحيلة يعني. هنعمل ايه. الحمد لله. لعبت مع كابتن حلمي. لعبت بقى مع بقيت كويس كريم يجي لي بعد المطش وماشاء الله عليك ياسر. اه. الناس تكلمني بعد المطش وماشاء الله عليك واقف على حيلك وبتاع. اه. جي بابا فاسيليو. حلو. تمام. يعرفني. قريبي هو من اه. قريبي من اه. و اه. جايز لك اصول يونانية انت ولا العاجة. اه. ما عرف. او ممكن مسلا. والله من قبرس. والله. ولا عرفه. ولا يعرفني. جي الراجل شاف الناس. لا. ده رقم ستة وعشرين يا لعب. ما كانش يعرف اسمي. لا. برضه على العشرات والتمانيات والميات والخمسينات والاربعينات يا جماعة. انت بايح حياتك خالص انت في ايه. لا انا بكلمك بما يرود الله والله. جي الراجل اللاعبني. كملت بقى معاه باخر الموسم. تسعينات. وبقى يعني مش مدربين كتير بيسيبوا الهفات يلعبوا تسعينات. اه. مش مدربين كتير. لان انت بتروح وبترجع وبترجع وكده وفي خمسة وسبعين شكرا. اه. ستين شكرا. ونزل واحد تاني يروح ويرجع. اه يبقى اه يبقى قادر وبصحيته. الله يفتح لك. راجل بتسعين دي. والله العظيم ما عرفه. اول مرة علاقتي بيه عرفه في في البنك الاهلي. لان فيه لعيبة كان هو مرنها في دجلة. فقريدي عارفينه. اه. هلال ويعقوبه واحمد سعيد. اه. لكن انا اول مرة هتعاملوا بيه والله. الحمد الله ربنا كرمني اول مطش معامل محلة جبت جون. وبعدين بقى بقيت ماشي مسلا كل تلات مطشات جون. جون. كل مطشين اسست. بقيت ماشي الحمد لله ارقامي كانت كويسة معها. جبت معها خمس جوان وعملت معها اربعة اسست. ماشي. في مساهمة تسع هدف كويس. بالنسبة الهاف يعني مش مش واحد. لا كويس طبعا. اه. فهم قصدي. الحمد لله خلاص الفرق قعدت في الدوري. وطبعا ده كان مستحيل ان هي تقعد. كان مستحيل ان البنك الاهلي يقعد في الدوري السنة دي. تعبنا وموتنا نفسنا. والراجل كان ليه اسلوب بنلعب بيه خلي بالك. ومش بينك سبعة شوائي. لا فيه كورة وفي لعب. انت اكيد كنت متابع الدوري. لا لا. بابا فزيلي ومدرب محتار. اه بيحب يعمل بلد. حتى كان قبل ما يمسك في البنك كان في المحلك. ايو والله يفتح عليك في الفترة دي لما كانوا الرابع. فاكر فاكر اه. فهم قصدي والحمد لله خلاص ده موسم خلص خلاص احمد جدده بقى لأحمد ياسر. حاجة فرحتني ان انا عايز اكمل في نادي نادي امكانياته المادية كويس. انفضل لك سنة لسه? خلاص خلصت انا فري. قلت فري اصلا. اه. اه خلاص. يعني شوية الانتظار دول بعدها خلاص فري. اخر سنة ليه? قال لك جدده لحمد ياسر. جدده لحمد ياسر يا سلام. قلت اللهم لك الحمد يعني الواحد تعب وان شاء الله ربنا يعوضه بقى ونبقى مع الناس اللي في العشرات والتمانيات والتسعات. والله ما انا بلعب عليهم. فاهم. فاهم. ما انا بلعب عليهم. وعدين خلاص عقدي خلص بقى. اه. يعني يعني اه اه لو نرجع بشوية لما انت قطيل عقدك ساري مالكش تتكلف. اه. دلوقتي بقى عقدي انتهى خلاص. والزمن. فانا لعيب جديد كيعني لعيب جديد. قيم من الاول بقى. اه الزمن من الفين وعشرين غير الزمن في الفين اربعة وعشرين. ماشي. يعني قلت بقى خلاص بقى الناس بتها تقضر تعبي. الحمد لله ساهمت وتعبت. والله عزقا انت بقعد بعض الماضح باليومين ومش قاتر مع التعب. من قتر الجري والاجهاد. قصة انت فرقة بتنفس على الهبوط. فانت لازم تعمل مجهود متين في المية. متين. متين في المية. انا بتكلم على اي فرقة بتنفس على الهبوط. عشان ت showed لازم لازم تعمل مجهود. هー 200. 20 عشان فرقتك تقلا. قال لك هنجدد لحمة دي. اه. قال لك انجدد لحمة الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد صليت ركاتون شكرا لله تعال بقى ابو حميد هتاخد كزا طب قلت له ازاي اخد اقل من نص اللي انا بلعب عليه اقل من نصه اقل من نصه اه يعني اقل من خمسين في المية من حقد اللي انا بلعب عليه ما انا معلش انت جبتني من الانتظار لعبت على الراجل اللي انت جايبه ومدينه عم عرقام ولما بتجددلي عايز تديلي اقل من نص اه ليه ليه عشان انت يعني دي طبعا هم قاله ليش بس انا بقوله لك يعني برضو عشان ناس止 الان لا مش عشان انت قديم يا ريت عشان تقديم عشان عشان انا علاقت servi مش كويسة بقدارة النادي يعني ومش حبايبي ومش بكلمهم في التليفون كتير وكده طب دي مال هادية انت طب انا ما اعرفش اعمل كده يعني ايه بقى علاقتك يعني مش فهم ان انا حوارده ببنك الاهلي برضو بسمعك توس learningier يعني ايه علاقتك بالاعدارة في لعبة بتعمل ايه يعني بتكلم الناس في قدرة النادي ازايكو طب الفرقة ماش يوحش والله هنعمل ايه بس انا بهموت نفسي معلش ان شاء الله هنطلع من اللي احنا فيه يوم وقافل وقوم واحد تاني مكلمه يا فلان ازاي حضرتك والله شفت الفرقة عاملة ازاي بيكون علاقة يعني ما اطلع لهمش فلوس قال يعني انا قلبه عن نادي ايه ده؟ ما اطلع لناش فلوس لا 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 ما نستحقش ما نستحقش الفلوس ما اطلع لناش فلوس طب هو انت كده يعني لما انت عملت كده في التليفون من وراء اللعيبة وخنت زميلك وكسبت بونط على زميلك ده كده يرد ربنا سبحانه وتعالى ده بقى لما بيجي جدد بيجدد برحم كويس ما ده بقى قلبه عن نادي بيحب النادي قوي وخايف عن نادي ومتربي في البنك الاهلي وابن البنك الاهلي هو اصلا احنا مش متربين ولا في البنك الاهلي ولا كنا نعرف البنك الاهلي استغلكم انا مش بعرف اعمل كده انا حياتي والله العظيم ربنا شاهد عليها وكسب الله بخلص تمرين براح في البيت باعد مع امراتي وعيالي بصحى تاني يوم الصبح بفتر وبروح التمرين برجع اععد مع امراتي وولادي ولا بخرج مع حد في ناس بتخرج معهم تخرج مع المسؤولين بيخرجوا معهم يعزموهم في محل اللي هنا ده بقى اقول اسمه ولا بحر اللي وراء ده الغالي ده بحر ده غالي موت غالي بقى مع العظيمة تمانها فيها ما انا بقولك انا ما بقدرش استثمار يا ابني ده ورحمة ابوي يا كابتن عبد الرحمن ما بقدرش اعمل الجو ده فلما جيت بقى ايه اللي هو ايه يعني مثلا مسلا هطلع ولكده مسؤول في ندي كان مطلع علينا اسط خلي بالك انا بتكلم كلام بميورد الله لو انا مدت دلوقتي اتساءل قدام ربنا الكلام ده صحيح اقسم بالله اقسم بالله اتحاسب على الكلام ده قدام ربنا ما بكدف كلمة ما بكدبش انا مش كداد مسؤول جي طلع علينا جماعة احنا طلعنا لكوا استة جماعة وعب بقى طلعنا لكوا استة اتكسفوا يكسبوا بقى اللي هو ايه يعني بيحفز اللاعبة اللي هو ايه يعني احنا مش مؤثرين وخلي بالك همgerهم ا thats from put it وخلي بالك هممرهم يؤثروا ماديا مع اللاعبة شهادة حق عمرهم يؤثروا ماديا احنا طلعنا لكوا استة اكسبوا بقى خلوا عندكوا شود دم يقوم واحد لا الا No fellas لا دي بقى البوينت انا اللي خايف عن نادي انا اللي قلبي عن نادي عنده دم عنده دم شفتو شفتو فلان ده حليف لي بالطلاق مش هيسحب القصد يا عم بيشتغلك اقسم بالله بيشتغلك أوي عيدي لما يسحب القصد التاني هيعرف انا عرف ليه 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 عشان انا مش كده عشان انا شخصيتي مش كده كمهم بقى اللي عاجزيني نوصله ان انت جيت تجدد بلا انت مش من النواق انت مش على قلبنا احمد انت مش مننا. انت مش من المجموعة اللي بتكلمنا ومش من المجموعة اللي على قلبنا وبنحبها. طب يا جماعة. طب ممكن هما ما يجددوش خالص. ازاي? ازاي وانا لعيب اساسي ومهم في الفرقة والمدرب عايزني. المدرب اللي مدي اردر. جدده جدده لأحمد ياسر. طب زيلي قال جدده لأحمد ياسر. جدده جماعة لحمد ياسر الراجل ده لاحب اه تسع وعشرين ماتش معي او تمانية وعشرين ماتش. الراجل جاي خمس تجوان وعمل أربعة تجوان والراجل بيلعب أساسي تسعين دقيقة وما تصابش ولا مرة طب هيقولي ايه فهي مصدي الناس بقى جوم قاعدوا معايا زي ما انت بقى زي ما انا حكيت لك كده عشان انا يعني مش على قلبهم انت فهي مصدي يا عم حسيبني كرة تعال عاملني بما يرضي الله يا احمد انت تعبت واكتهت لأ انت هتاخد زي اللي أبيعود لك احتياطي ده عادل ربنا هتاخد تاملين في الماء منه ايه عم قربني ليه هكون مبسوط جدا والله زي ما قلت لك السنة طب هو ممكن مسلا والتاني ده لعيب دولي مسلا عنده والله ولا دولي ولا عايز اعرف والله ولا دولي ولا يمت للدولي بصلة انت لما تنمسك الماء كده هندي تبقى حاجة يعني بقى كده والله بكلمك بجد حاجات غريبة جدا حاجات تضايقك عرضوا عليك عرضوا علي يا احمد انت هتاخد كذا اربعين في الماء من عام اه خمسة واربعين في الماء عشان قويش كده ماشي اه طب يا جماعة حرام ده نتعبت خمسة واربعين في الماء طلعوني فانت تقدر تقول لا اه قلت اه ليه بقى لا في الاول مشيت مشيت اه مشيت وقلت له خلاص تمام مش عايز وهفكره بتاع قمت براجع للمدرب وقلت له كوتش دول عرضوا عليها كذا 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 وانت اي اللي هيقولولك سنتين هو كوتش قال لهم احمد ياسر سنتين اه لعب عنده واحد وثلاثين سنة مجدد لهش سنتين ليه اه طب انت في ناس عندها تمانية وثلاثين سنة مجدد لها تلات سنين وسنتين عدل في بحري شغالين في بحري قاعدين في بحري انت فاهم لا لا فجيت احمد ياسر اه الراجل المدرب سوري قال سنتين خلاص امر ده امر سنتين سنتين قالوا لي لا سنة انت سنة طب يا جماعة سنة ليه عشان مدرب عايزك هنعمل ايه المسؤول قال لي كده اه متدبسين فيك اه المسؤول في النادي قال لي كده قال لك ايه قال لي المدرب عايزك هنعمل ايه ان هو مش عايزك اه هو بيقولك كده انا مش عايزك اه وانا شايل النادي وبالعب بشعار النادي وجاي بجوان للنادي طب انا مطلوب مني اعمل لنادي اكتر من كده بتقي ربنا في شغلي باكتهد لأكثر درجة مطلوب منك تعمل ايه بقى اكتر من كده مكتوب بقى مطلوب مني بقى ان انا اعمل احلاقات تليفونات ايه يا فندم الف مبروك النهاردة يا فندم والله تستهل المكسب يا حبيبي وربنا يبارك لك يا رب انت مش مؤثر معنا وقدرنا ونفرحك بإذن الله ايوا الجو ده انت مش مؤثر معنا في حاجة يا حبيب قال بي والله بكرة بقى الساعة 9 مستنيك في بحري طب ايه ده طب انا عزمك في بحري ليه طب وانا عزمك في بحري ليه مااخد مراتي ولده عزمه مولا انا انا بتكلم اكيد الفيديو يوصل لبحر بيبقى عزمني يا جماعة انا والله بتكلم بجد ده بقى اللي ناقص احمد ياسر في البنك الاهلي اصل اصل عرفت اللي ناقص يقوم بتشتغل ماش عارف انافئ انا ملعب طيب مهم روحت للكوتش قلت رودو عرضو عليها واحد اين تلاتة و سنة واحدة وبتبقى اعمل ايه قال لي خلاص خليك سنة واحدة وان شاء الله السنة تخلص وانجدد وهتبقى معايا ما تخافش وما تقلقش ولو روحت حتة اخدك معايا فهم قصدي وجالي والله العزم فلوس بره اكتر بس انا انا عايز اعود مع المدرب حبه وبتلعب بقى والدنيا ماشية وبلعب ورقم واحد في مكاني مش بقولك كده يعني والله مغرور ورحمة ابويا ده باللعب حتى انا الموسم اللي بعديه اول ماتش بدأت كنت وحش مش مشكلة بقى ماشي بس بادي احنا بناخد بالباكيج مش بالماتش بدأت الموسم مع الراجل والدنيا تمام بس كنت وحش في اول كذا ماتش لا كنت وحش في اول ماتش بدأت اساسي ماتش الجيش الفرقة كلها ما كانتش في حالتها وانا ما كنتش متوفق يعني الماتش ده ماشي فهم قصدي بس وجددت بقى وجددت وانا اصلا ايه يعني على التكة عشان كده الموسم بدأ فانت عاستو قولي يا شكاة جددت وانا مش مقتنع الموسم بقى بدأ بطريقة مش كويسة لان انا اصلا من جوايا مش مبسوط نفسيا مش مبسوط بقيت اروح التمرين ازاي ده انا اللي بلعب طب هو مطلوب مني اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله عشان ابقى في الليفل اللي احتياطي بتاعي في ايه بقيت دماغي بتسخم بالليل نفس افهم طب بلعب بلعب وبعدين ايه بقى يعني انت الموضوع ده شغل تفكيرك شغلني وبعدين ايه التمرين مثلا الساعة ثلاثة اروح الساعة واحدة النادي اول واحد اول واحد اشعارف برضو عايز اقولك الهاجة يعني وانت برضو انا طبعا ملعبتش كرة على المستوى اللي انت لعبت فيه ما اقدرش حطه نفس مكانك بس بقولي يعني ايه انت جددت وانت اه حاس ان الرقم يعني يعني كان مثلا تستحق ان انت تاخد اكتر منه او كده بس في النهاية انت جددت يعني لازم بقى اوصل لحتة ان انا خلاص اشيل الفيشة واركس في الملع ما انا مقدرتش ولا ما عارفتش ما قدرتش ما قدرتش لاني برضو احنا بشر برضو اه احنا بشر وما تزعلش مني برضو انت بتفكر برضو عملت نص موسم وحش اه حلو خلينا حلو 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 عملت نص موسم مش كويس وحسيت ان انا مش متوفق فيه بسبب برضو لنقطة اللي في الاول دي فهم قصدي كويس بعدين بقى جيت لقيت بقى ايه بقى كابتن طارق انا مش مقتنع باحمد ياسر امتى ميسك كابتن طارق كابتن طارق ميسك في شهر اتناشر شهر اتناشر يعني قبل يناير على طول قبل يناير لا ميسك سوري مسك اه تلاتة وعشر حداشر بالتاريخ حلو مسك تلاتة وعشر حداشر كابتن طارق مدرب كان جاي بنجاحات كبيرة من المغرب اه ورجل اسمه هناك كويس بنجاحات كبيرة ايه حقق ايه لا ما بنتهت عدش تقول لي حقق ايه ومع حققش ايه هو كان في المغرب هناك لا راجل ليه اسمه وعمل مع فرقة ماهياش كبير عمل مع شغله ايه يعني انت مش هعد اقول لك انا ماشي بالنسبة لك حقق ماشي خلاص اللي انا عرفه اللي انا عرفه انا بالنسبة لي وجهات النظر انا بقى احترم كل الاراق بص انا مش خبير في الدور المغربي بس انا دلوقتي كل ما افتح كسب الرجاء كسب مش عارف ايه هوو واخد هو بص لا مستحق اسمه انا بقى ايه ايه بقى بالنسبة لي النجاح اشي الحديدة اشي الحديدة يعني انت يعني انت لو انا نجحت في الدور يعني لو انا مثلا تعدى الدور الانجليزي. اه. محمد صلاح لعب كبير. اه شايل الدرق يعني لو انا مسلا خدت فرقة بتنفس على الهبوط وخدت بيها خامس ده كده بالنسبة لك ما نجاح. لأ نجاح. لأ انت اه اخدت فرقة هاجي معاك عشان انا بعد الكرة هشتغل في التدريب. اه. بس هبقى في حتة تانية في التدريب. هقولك ليه. اه كابتن طارق اخد فرقة من الهبوط قعدها. ده نجاح كبير جدا. المفروض بقى يمسك فرقة اكبر. لان ده تدرق طبيعي. المفروض ده فوجة نظرة كنت. ازاي كابتن? المفروض ده فوجة نظرة كنت. ازاي? انا ممكن انا كمدرب احب ان انا كامل مع الفرقة دي. بس انا اللي بعدها كنا بنفس على البقاء. بقينا خامل. هايل. نجاح. بس انا مش عايزة طارق في الحتة دي. كابتن طارق مشي. اه ميسك. وكده. ماشي. انت بسيدي مش مختنع بك يا مدرب. حقك. مين في المية? لا انا مش مش انا هو شخصية محترمة بس انا بتكلم كشغلي في الملعب احنا بنعملش حاجة. يعني انا لعبت معاه انا على فكرة لعبت معاه كذا مطش. اه. اه هو ما بيعملش حاجة. يعني هو. يعني اللي هو عمله في المغرب ده بالصدفة. والله ما عرفش هو كان يمكن بيعمل حاجة في المغرب جهنا ما بيعملش حاجة ريح هنا شوية انا ما عرفش. لكن هو كان يجي مسلا قبل الاجتماع مسلا اه بتاع المطش. يا رجالة انزلوا لعبوا اتبسطوا. عايزين نبدأ الكرة من تحت. طب انا بقى بقاعد اقول له طب انت قلت لي ابدأ الكرة من تحت ازاي? انت اديتني واحد اتنين ثلاثة امشي عليهم. ما ادنيش حاجة. يا رجال عايزين نعمل build up. طب نعمل ازاي? ابوس ايدك قول لي. اديني معلومة انافزها استخدمها. لا هي ماشي بقى الاكتهاد. احمد ياسر عارف حاجة من دماغه ويعملها. كابتن عبدالرحمن عارف حاجة من دماغه. هو بيجي يقول لك يعني اه والنبي عايز تصرف من دماغه? لا. ما هو اصلا من غير ما يقول له هو مش مديني. مش مديني حاجة. يعني. يعني قارين لي كده. اقول لي مسلا مدرب البابا فاسيليو اللي انت الوقت ما بتحبه. لا سبك من بابا فاسيليو عشان هما في البنك اه زعلانين يعني ايه بابا فاسيليو واحمد كل شوية الكلام على بابا فاسيليو عشان هو اللي لعبه. انا هكلمك عن حد تاني. مسلا من كابتن هاب جلال. مسلا. مسلا اشتغلت مع الحمد الله سنتين في مصر كنت بلعب برضو ايه? اساسي دايما معي. بيقول لك يعني انا عايزة. اه في حاجة الكرة هتطلع من الجون بنتمرن تكتك في في التمرين. يعني اللي اللي بنعمله في في الماتش بنعمله في التمرين قبلها. حل. فانا بنزل الماتش. زي ديني بس مثال بسيط المشاهد العادي كده يفهم. هقول لك. اصلا خلي بالك اللي قاعد بتفرج ده. انت عملت اقول لي ما بيعملش حاجة. ده كلام عام. لا لا لا. هقول لك. هقول لك. يعني مثلا النهاردة احنا هنلاعب مثلا الماتش الجاي فرقة بتلعب اربعة تلاتة تلاتة. حلو. خلاص. حلو. احنا جماعة هنعمل فرقتين شيب اربعة اه 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 اه. حداشر ضد احداشر. اه. الفرقة بتلعب زي الخسم اللي هنلعبه. الله يفتح عليك. اه. واسلوب نحنا. اه. هنبدأ من تحت الجون هيدي باص للسردباك. هنعمل مسلا في المراكز. الباك هيعدي. وستة دوت هيعمل هيعمل هيفتح زاوية تمرير للعشرة. اه. وعشرة ده يعمل يسندها مسلا للباك اللي عده. في حاجة. جمل. اه. في حاجة احنا ملمسين. بس الجمل دي جمل ماتش يعني ما بتتعملش بالشكل. لا بس اسلوب. بس فكري يعني. اه. اه. ياعم مديني فكرتين وانا ازود تلاتة اربعة من عندي. او مديني فكرة وانا ازود اتنين من عندي. بس الديني حاجة اشتغل عليها. الديني خريطة. انت فاهم قصدي. اه. يعني احنا مسلا اابوي دي هنعمل بودكاست النهاردة. يا احمد هنعمل كزا كزا وتمسك المايك ده كده. حتى قبل البتاع انت مش قلتلي قرب المايك ده كده. اه. انت مديني والله بتكلم يعني نعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه في المطش? ده اللي انا بتكلم فيه. انت مش مديني اي فكرة انافزها او اي عاجة اعملها. مع كامل احتفاظي بحب اللي كابتن طارق يعني. لا وانا والله بحبه. لا لا انا بحبه جدا على فكرة. انا مفيش مشكلة بينه وبينه. اه. هو شخصية محترمة وانا الحمد لله شخصية وانا بتكلم كشغل. او رجل انا مش مقتنى يا باحمد ياسر ليه كل الحرية وكل الاحترام. لكن انا بكلمك بقى كشغل هو. انا ما صراحة. مختنعتش انت كمان. ما استفدتش منه. ما استفدتش منه بحاجة. ما اضفليش حاجة. يعني الكابتن اهاب ضفلي. الكابتن حسان ضفلي. الكابتن علي ماهر رغم ان انا مش انا وهو مش مش على قلب بعضة قوي. ويعني مفيش قبول. ميش. وبكلمك هوم دارب مفيش بيني وبينه قبول بما يرضي اللي هو. ضفلي. اوكي. اه بابا فاسري هو ضفلي. اه كابتن خالد جلال برضو اخدنا منه شوات. يا ده كده الوحيد اللي ما ضفلكش الكابتن ما وصلها بقى يعني ده قصة غريبة. الوحيد. كلهم ضفلها. لا لا في حاجة بيعملها بما يرضي اللي عشان ما انساش. التفويتة. بيعمل التفويتة بتاعت الكابتن حسان والكابتن حازم بتاعت 98. بيحب يعملها اوي في في الجمل. اللي هو مسلا الكرة تيجي. اللي عايب يفوت الكابتن. لكن بقى الكابتن حسان في في افريقيا يقوم ساندها دابل بصل التاني ايه بيحبها اوي. بيعني كم بيعملها? والله العظيم انا مش هزدد حاجك اقسم بالله. انا بكلمك بيحبها وبيحب يعملها اوي. يعني دايما مسلا تقسيمها شغالة يصفر يا جماعة. لا تعالى كده فوت. فوت وكأن بقى الفرود الكابتن حسان يقوم ساندها للتاني. منه جزيزة والله عملها كتير مع عميتها. ماشي ماشي خلاص ده كابتن الكرة ده من 98 احنا في 2024. انت بتتكلم في كام عشرين سنة? كنت كنت صغير بس. ما انا ما هو لعيب كبير. لعيب كبير وانا اتشرفت ان انا اتعملت معها بس انا بتتكلم كلمة. التفويدة دي بقى احنا يعيش عالتفويدة عشرين سنة? خلاص بقى. ماشي. انا يعني ده رأيك عميتها. جوارديولا وارتيتا. جماعة نتطور بقى. نتطور. سيبك بس من جوارديولا وارتيتا. خلنا في اللي احنا فيه ده احنا. نلعب هنا في ملاعب عشب حضائق عامة. معلن. طيب. فجيك كابتن طارق قال ايه انا مش مش مقتنع بأحمد ياسر. اه مش مقتنع بأحمد ياسر. وبلغ الادارة. اه. وكلمت بقى كابتن كريم. قلتول خلاص كابتن فاشي مشكور انا برضو مش مقتنع بالوضع وانا مش مرتاح نفسيا وابتاعه. وكلم اه. كلم الادارة تفسخ عقدي معاه. معاي. الناس برضو بكل احترام وبشكر من خلالك اللي هو اشرف نصر من الناس المحترمة جدا رئيسي النادي. اه. الرجل يعني كان مصر ان انا عاود والله العظيم. ولتقول يا فندم انا عاود في البيت. طب انت رايح فين? انا والله ما كنتش مقرر رايح فين. بس انا حسيت بعدم تأدير. طبعا بالموقف بتاع بداية الموسم. فانا اصلا. بالتجديد اللي انت مش مقتنع بها مية في المية. متضايق. متضايق. ماشي. بس تعالى يا احمد اعد مع مسئول يعني في النادي وكده. وافسخ عقدك وبتاع فاسختها عادي. الفلوس اللي ليه اخدتها بشيء. التلات شكات. واعدت في البيت بقى. اعدت في البيت? اه. اكلم بقى. يعني بجد بقى اعدت في البيت اللي هو انت مشيت من البنك. سنك واحد ثلاثين ونص. واحد ثلاثين. واحد ثلاثين. اه. وما عندكش لسه بلان. لا ب... بس اسمك جامل? ما عندش بلان. انا انا عارف الحمدلله هايجي لي حاجة بسبس مش ماشي من هنا هروح هنا. اه مش ماشي من هنا هروح هنا. انا بفضل اللي عارف ان انا هروح حتى. هتم دول عامل موسم كويس قبلها. بالزبط. يعني على القل الفرق شايفاني بقى بجيب. ايه بقى لما عدت في البيت ايه الوضع بقى? ما فيش لقيت طبعا لوكلة بيكلموني كزا حد وبتاع. ولقيت الكابتن محمد عودة يعني مرحب بيها في المقاولين. في المقاولين. اه. حال. المهم الناس كلموني والكابتن محمد عودة بعد المطش جاي يقعد معك وكده. كان المطش قدامه اسبوع. فانا خلال الاسبوع دوت اه لقيت الكابتن عماد النحاس في ليبيا. اه امت جاي برقمه. وتقول سلام عليكم الكابتن عماد ازاي حضرتك انا احمد ياسر وبتاع. ايوه. وانا مشيت من البنك الاهلي الكابتن طرق مصطفى مش مقتنع بي. بما يرضى لا. اه. من غير اي تمثيل. بعدت اللي كابتن عماد النحاس. اه. من غير اي تمثيل بقى واقول له انا اللي ماشي. اه. اصلافك انه هيموت واعد. بس انا مش قادر. اه. مش انا مش انا مش انا. اوليك. اه. اه. اوليك رسالة. ايو. 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 مش مقتنع. اه. قلت له الكابتن طرق مش مقتنع بي. اه. ومشيت. وانا دلوقتي فري. ودي اللي جوان بتاعت السنة اللي فاتت. ودي ارقامي. ودي دايق اللعبة بتاعت. اه. فيش الراجل بكل احترام شخصية محترمة جدا. يعني يعني عرضت نفسك ياعتبر. عادي خالص. بس. برسالة بي. انت صالح انت مع الفكرة والدنيا مياه. والراجل مش مقتنع بي. وكل بكل صراحة. اه. قال لك يبقى كابتن عماد. قال لي يا ابو حمد ما تدقيقش نفسك دي قناعات. وانت لعب كبير. وانتشرف بك ان انت تبقى معنا هنا. وفي مدير الكرة هيكلمك واتفق معنا. سبحان الله موضوعه جيب سلسة جدا. لا والله. او والله. لقيت مدير الكرة شخصية محترمة جدا طبعا في في نادي التحدي هناك كابتن محمود الرملي. اوك. جاله التحية من خلالك يعني اخوك كبير ووقف معاك دايما انك ما سابنيش يعني. اه يا احمد مش عارف ايه. عايز كام. قلت له رقم لا انزل شوية. لقيت له عشان. اتفقت. اتفقنا. بعت العقد وقعت عليه. وابعته لبي. طبعا كان فيه معاك كابتن عودة. اه. فانا لازم احترم الناس برضو. اه. انت ماضيت خلاص بقى. بس روحت. اه. وروحت كابتن وكزا. اه. رحت معاك كابتن كزا 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 ومش عارف ايه. قال لي احمد خلاص تمام. قلت له حضر كابتن هصلي صلاة استخارة وكده. وانا اصلا كنت مصلي صلاة استخارة قبلها ومرتاح ان انا هسافر برا. يعني نفسيا مرتاح. اه. ليبيا. اه. تفاهم قصدي. زي برضو ما سافرت العراق كده والناس قعدت تقول لك يا عم انت راح فين انت راح العراق كابتن مؤمن سليمان وكابتن وكابتن هيسم شعبان وصالح الجمعة. وبيطلع يقوله نفس الكلام اللي انا قلته عالدوري. كلام مش جاد. في ليبيا انت القرار بالنسبة لك كان سهل يعني. يلا ليبيا يلا ليبيا. لا ما فيش مشكلة ايه. يعني دوري مش محدش هنا بيشوفه دوري بعيدة عن الانظار. اه. الناس بتقلق ساعات. يعني اخد بالك كل اللي بين اللي قابلتهم في حياتي. ارجل من رجولي. لا لا. ناس على اعلى حق. يعني اجمل حاجة. بس انا بيكلمك ان يعني الكرة وال الكارير ده موضوع تاني. بتسافر انت كمان قلتلي واخد اسرتك معك. السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني 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 قصدي ان انت من النوع اللي. بس فيه ناس بتسافر وبيسيب اسرتك. او فيه ناس بتحب. لا انا اروح في حتة تحرك مع اولادي وكده. فدي يعني قصدي قنقار بالنسبة لك سهل يعني. ما هو بص الكابتن احمد كان بيطمني شوي. يعني برضو. كان بقاله شوية بقى. كان بقاله شهرين ومصري. كابتن احمد من الشخصات المحترمة الملتزمة دينيا وراجل محترم. فامطمني. تعالى واقعدك في الفندق اللي انا فيه وما تقلقش وانت معايا. حلو قوي. ويعني راجل كمه في الاحترام والله العظيم. انا بشكره من خلالك. اصف الغرب الناس بتتبنبرد. خلي بالك عايز اقول لك حاجة. مش كرر سهل لان المدرب مصري يجيب لعيب مصري. مش كرر سهل يخالص. لان الراغي بقى بيكتر. ده مصري وجايب واحد مصري. ده هيقلبها مصريين. انت فاهم. جايب ويخرجوا مع بعض. اه فاهم. لكن هو بصراحة تعامل. صح صح. تعامل يعني معاه. هو ممكن يلاقي اهدماغه يعني يجيب افريقي بتاع مش عارف ايه خلص. يا عم هات انت مصري وتحملوا انت المسئولية. لكن هو جابني. طلبك. اه. 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 الراجل كلمني. وجابني. وسبحان الله بقى رحت الحمدلله. اه. على فكرة العدد الماتشات هناك في الدور التانية مش كبير. يعني هو كان تمن ماتشات. انت لعبت اه? انا لعبت منهم ست ماتشات. لا يا راجل. اه. يعني هو اصلا. اه. اه. يعني الح الحمد لله لعبت ست ماتشات معهم الحمد لله قدرت اعمل حقا كويسة معهم وساعد الفرقة الحمد لله. سبحان الله بقى الكابتن عماد جي بعدها بشهرين مارتحش. ولاده وحشوه وهو كان مرتبط بعائلته جدا في مصر وعمره اصلا متغرب. فالكابتن عماد بقى ايه حس ان الوضع بقى زايد عليه وتعب فقال انا هنزل مصر وكفاية كده هو بتاع. فاهم اصلي? وطبعا مين اللي قاعد لوحده بقى? مين? قاعدت بقى انت. وانت كده كده مش 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 قاعد يعني هناك ايدادي فيك يعني انت كل واحد بشتغل شغل. بس برضو مصري ومعاي مطمني. اه. وقاعد معاك في نفس الفندوق. اه قاعد معاك في نفس الفندوق. اه كابتن حمص اه شخصتي محترمة جدا وكان معانا كابتن محمد فتح الجوم بتاع الاسماعيل. اه طبعا طبعا. وكابتن احمد فتح كم مدرب احمال. بس يعني جروب ناس محترمة اوي. بس كانوا معايا يا كابتن في الفندوق يعني فيه وانس. اه ننزل نصلي مع بعض. انت فين? طب تعالى راح نصلي. بس ومشوا بقا وسابون انا بقى. فاهم? بس انت كنت خلصت اقلمت. اه اقلمت وابدت اتاخد على الملاعب شوية انا برضو اخدت ثلاثة ماتشات. ايه بقى في الليبيا بشوف ملاعب نجيل صناعي. ما دي بقى المشكلة انا اول تلاثة اربعة ماتشات كده اول لا انا لعبت ست ماتشات اول ماتشين كده الناس كلها بقى بتقطع فيه. ايه عام اللي انت جايبه ده هو عشان مصر جايبه. مش ايه يا جماعة. ايه ده بس شوية بتعود ل لسه الملعب الصناعي ده صعب باللعب عليه. نجيل صناعي جزمة تانية وكده. اه لا نفس الجزمة بس ضربة الكورة مختلفة عليه. نطة الكورة ماشية الكورة. كل حاجة. تفاهم قصدي? معروب دوري كامل بتلاقي ملاعب صناعي. الكنترول بالكورة مختلفة عليه. اصعب اه بكتير بكتير. انجيلة حنينة. حنينة على في الجاري. اه ما بتبطقش الكورة. بزارة. الكورة بتجري. الله يفتح عليك. فاهم? لان كمان هنا بنروش الملعب شوية في الدنيا بتمشي. بز شايف. تايه تايه مش عارف فاهم? لحد اما الحمد لله بقى بدأت فوق بقى لما كابتن عماد مشي. دي بقى الكارسة. اه. دي بقى الكارسة فاهم? بس اه جي بقى مدرب ليبي اه مدرب ليبي اهو. ولا يعرفني ولا قريبي ولا اي حاجة. انا انت اجنبي كده كده هتلعب. لا والله العظيم ده ما كانش بلعب ولا اجنبي انا الواحد اللي بلعب. لا والله. والله العظيم. جي مدرب ليبي جديد. جي مدرب. بعد كابتن عماد. اه جي مدرب ليبي الراجل شافني في الت اسمه ايه معلش اسمه استاذ نصر الحضيري كماسك الاهلي كماسك الاهلي الليبي وكماسك النادي النصر الليبي وكماسك المنتخب ما شاء الله يعني من الاسامة الكبيرة في الليبي جدا جدا وشخصية محترمة جدا ومدرب يعني انا اتفاجئتي بيه اتفاجئتي بامكانيات الراجل ده بتحفيز الراجل ده بعدله والله ما عشان بيلعبني ورحمة ابويا بعدل الراجل ده ما لهش دعوة محترف مش محترف قاعد كل المحترفين قاعد كل المحترفين ما فيش غير رحمة ديسر بس اللي بيلعب حلو فهم قصدي تاكتك شغل تاكتك بنلعب في 30 متر راجل فكره قرب خطوط من بعض جدا 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 والكرة تطلع نطلع وراك كرة بيديك حاجات بيديك بتستفاد انت بتتحك لإيه طيب خلاص ما هو بص المشكلة هايزة أقول لحضراتك حاجة يا بودي ان المدرب لازم يديني معلومات ما ينفعش يسيبني كده انزل يلا يا حبيبي ربنا وفاك عايزين نلعب الرجالة ونتبسط ايه ده ما هو تبسط يا عم لا لا ما هو مش اسلوب لعب ده طيب دور اللي بي عالش واخدك بس النقطة انا مش هينفع انزل انا اكتهد من دماغي وابودي اكتهد من دماغه وده حفز حاجة يعملها احنا كده ما بقناش مجموعة ما بقناش مجموعة انت فاهم قصدي الفكرة لازم تبقى موحدة عالحضاشر لعيب سيستم لعب ده هنا وده هنا وده تمانية وده بتحرك في الهوفيس بيس انت فاهم قصدي احنا مش نازلين نلعب في مركز الشباب بتاعة تحت بيتنا احنا اه الدور الليبي والدور المصري خطوهم جنب بعض اه ايه مين احسن لا الدور المصري طبعا احسن اه اه احسن انا هجدب انا قلت الجايز هتقول لا 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 اجايز ايه احسن انا بكل كلمة بما يرضي الله طب الدور الليبي انت قلت لي انت مبسوط اه مبسوط لي الدور الليبي بقى في مميزات عن الدور المصري حلو انت فاهم الدور المصري اقوى والبنية بتاحتية قوية هنا في مصر كملاعب كملاعب اه وفنية اه انا من كم يوم شفت ضرف عندك بقول للمصر ما فياش ملاعب وقال لك عدوا عدهم لك تعدله ايه انت عندك استاد الكهير لا 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 بص 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 اللي انت بتكلم عن دك كابتان محور فتحال انا بقول الدور اه ده بيتكلم من حاجة انا سمعتها من كل اللعيبة اللي هي عيبة اللي هي ان في ملاعب في مصر يعني هو مارديش يقول اسامي بس انا ممكن اقول لك مثلا او بلايش ليه يقول او لو هي الملعب تزعل مننا لا 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 الملعب مش تزعل ولا حاجة الملعب مش تزعل ولا حاجة الملعب مش تزعل ولا حاجة يعني اسم الملعب يكلمك يقول لك انت قلت فيه جايز ممكن ابن خلط الملعب يكلمني دي انا اعدلك استادك مصر اعدلك اه بس الارضيات ممكن مشكلها حلوة طب ما برج العرب ده لا كل اللي هي بتقول لي ارضياته صعبة ارضياته صعبة في التلفزيون شكله حلو بس في ارضياته لا مش لا كويس مش صفر ماشي وجهات نظر لا مش صفر بقول ناس تحق يبقى افضل يستحق يبقى افضل استاد العاصمة الادرياء ده ايه طحفة معمرية ارضية استاد السلام دفاع الجوي طب هو استاد السلام ده الاهل يسألوا لي لما هو عالمي استاد السلام ام اعرفش بتعرفش بالزبط ديق سابو عشان ديق ديق اه بقسم بالله لا 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 مش مش ديق كامل انت هجي تهزر في البودكاست هو فيها نجب تجيبتلنا الفروبتشينو وهتقدت حاجة بص بص هو سابو انا هفهمك الاهل يسأبوا ليه اه لان حجم الملعب ديق قياساته قياساته استاد الكهارة يعني هو الاهل يتفاجئ بقياساته عمل عمل عقد 25 سنة ما قسوش الملعب قبلها يعني يا باشا قاسوا والله وقابوا الناس وقابوا المزورة وكل حاجة فيه ملعب انت من ناردك هناليا عايز افضل ملعب اللعيب اشتكت بالزبط كده اه قالك الملعب دي احنا عايزين لنا عفزات الكهارة واسع علينا وطبعا الاهل بيهاجم فلما تفتح الملعب على الفرقة التانية بتفرفر لا مفهوم بس الملعب في مصر ممكن تبقى افضل ممكن تبقى افضل بكتير والله انا شايف ان البنية تحتية في مصر حاجة محترمة من وجهة مصر انا كلاعيب كورة وابلع في الدول الممتاز بقليه اكتر من 11 سنة يعني واللي استادات كتير الاستادات كتير عندك بتروس بورت حلو جدا ارضته كويسة جدا المدرجات قليلة بس استادات سيبك من المدرج خلينا اتكلم على كوالية الارضية اللي هي انتلاعب كورة لا لا يتلاعب عليه كورة حلوة جدا ماشي عموما استادسم علي انا على فكرة مش كاتبهم مفيش قدام الورق بس انا بشكر لك استاد اسكندرية استاد اسكندرية استاد الحرس ذكرت لك جميلة حاجة دلوقتي ماشي انت رجل انت قدرة مني بس انت وانتو الاتنين يعني كابتف فتح الله تاريخ كبير و لعب لا تاريخ كبير و لعب كبير و لعب دولي و على دماغي والله فعصدي ايه انتو اللي كنت قوله الرأي انا لأ انا ملعبتش على الملعب عشان اقول رأي المميزات في الدور الليبي عن الدور المصر المميزات بقى في الدور الليبي ان هو جماهريا قوي الجماهير عاملة متعة ويدخلوا بقى بشماريخ انا عايزك يعني اعطلك كده مثلا فيديو تنزله مثلا الناس تشوفوا كده الناس بقى جمهور داخل بشماريخ ومش ممنوع ان هم يدخلوا بيها يعني الامن كمان مش ممنوع اه فيدخلوا بقى بشماريخ نادي التحدي ده بيمثل مدينة ايه لا نادي التحدي مش بيمثل مدينة تحدي. اوكي. والهلال. يعني انتم في بني غازي? موجودين في بني غازي. اه احنا عاديين في بني غازي. هناك التحدي ده عنده نادي من الانديات الكبيرة طبعا من شرف ليه التوجه. طبعا. اخد تلاتة دوري وكال صوبر. بس هي الفترة الاخيرة ايه يعني مش احسن حاجة. يعني نادي ليه تاريخ بس متعثر شوي. اه زي الاسماعيلي كده. مثلا. ليه تاريخ كبير بس ايه الامور المادية صعبة. مفووم. الدعم قليل. اه تغيير الاجهزة الفنية كتير. كل الكرام ده بيفرق. اه. فنشتوا في المركز الكام. فنشنا في المركز السادس. والحمد الله الامور كويسة. وبقولك بقى في ميزة تانية في الدوري الليبي. الكل كل كل بلد ليه هنادي. يعني الانديات بتمس المدن. اه. يعني مثلا ما تجيش مثلا تتفرج مثلا على اه البنك الاهلي مثلا وبتروجيت. البنك الاهلي وامبي. اه سيراميكا وامبي. يعني انت لو. ان مفيش جمهور مهتمة بالم间شبه. اه انت مسلا لو ملاكش حد فيهم. لو مسلا مش احمد ياسر حبيبك فلان حبيبك. بھacer انت هتقلب. انت هتقلب مش هتفعل. فاهم. فاهم. فاهم صدق. يعني انت قصدك الانديات جماهيرية. الانديت جماهيرية بخصار يعني. اه. كل الدوري بقى. كل الدوري جماهيرية. كم كم نادي? اه. احنا في المجموعة بتاعتنا عشر قاندي. وفى المجموعة عشرين. اه اه. عشر قاندي. دوري عشرين نادي العشرين بجمهور العشرين بجمهور مفيش عنديدة شركات فتحت مفيش عنديدة شركات مفيش البنك الليبي مثلا المقاولون الليبيون فدي مدية أجواء حلوة كل مرشب بجمهور أكتر من مصر يعني أنا في ناس ما تحبش أجواء الجمهور دي كرة قسم لا أنا أقصد أقولك بعض اللعيبة يشوفوا مثلا جمهور يتضغطوا أنا بحب مش اللي هو أنا جامد وأجمد حاجة لا أنا بستمتع بالجمهور الحتة دي بسطتك أكتر حسن أنت في ناس قاعدة كده عايش تتجو معاك جدا جدا وتجيب جون وتجريل وتحتفل مثلا طريقة اللي أنت بتحبها مثلا تلاقي الجمهور متفاعل معاك أجواء حلوة أنا تبسط فيها وعلى فكرة أنا عقدي هناك في ليبيا أقل من مصر يعني مش هقولك بقى أنا باخد خمسين ضعف الكلام ده أنا مش أنا عقدي في ليبيا أقل من البنج الآن بس أنا مبسوط مرتاح نفسيا بس كان هو ده أفضل عقد أجيلك يعني صح ولا إيه لا لا مش أفضل والله مش أفضل ولا حاجة يعني أصلا مش عيب يعني يقولك ده أفضل حاجة جات لي لا 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 ولا كان جايلي حاجات قريبة منها مثلا لا والله كان جايلي حاجات قريبة منها في مصر بس أنا مبسوط هناك اللعيبة هناك طيبين جدا بيحبوا بعض الجب مش كبير قلت مثلا اتخنقت من المناخ مثلا شوية عايز تغير عايز تروح اجواء جديدة لا اكيد يعني فيش حد عايز سيب مصر ويسيب ولاده ومراته يتغرب وكده انت فاهم قصدي يعني الفرق مكانش بي تجربة جديدة ادخل ماركت جديد انت فاهم قصدي افتح لنفسي ماركت جديد دي برضو كانت العقلية اه العقلية انا اروح بيها الناس دي تشوفني تقرف احمد ياسر فاهم قصدي بس والحمد لله اتبسطت بتجربة جدا وهرجع من نقطة ان العقد بتاعي في ليبيا اقل من مصر بس انا مرتاح نفسيا مبسوط هتقول لي طب جددت ليه والعقد اقل من مصر انا مبسوط مرتاح نفسيا الناس بتتعمل بكل حب بكل احترام بكل تقدير اللعيبة في حب كده وترابط مش تلاقي 3-4 عمين يكلموا في القدرة من وراك ويدخلوا قده جواسيس يسمعوا بيتقال ايه لأ ده فلان قطع فيك النهاردة لأ ده فلان قل عليك فاستاذ مش عارف ايه ده ايه جماعة فيه ايه جماعة كرة لعبة جميلة نستمتع بيها دي لعبة في الاول في اخر لعبة احنا جايين النادي نبقى مبسوطين احنا بقينا بنروح نادي النادي معنا هتكلم عنادي لنا الاخير اللي كنت فيها عشان انا كنت فيه ماشي ماشي كنت بنبقى راحين التمرين شايلين هم الكلام في القط اللبس مين هيوصة الكلام يعني انت رايح هاريس ان انت في قط اللبس خرقش منك كلمة كده. لا حارس انا بغير وجري. اروح الجيم ما اعود في الجيم. ارجع على التمرين لسه ما بدأش اخش الحمام. اعود في الحمام ربع صعبا لما التمرين يبدأ. ما الاجواء صعبة. الواحد بقى بيروح النادي. شايل هم التمرين يا ربي انا لسه انزل اروحي التمرين. لا مش كده يا جماعة. مش كده. بس انت الكلام ده انتهي خلص مشتلها في مصر تاني? لا لا طبعا لو في حاجة في مصر اه يعني النادي مسلا يكون من الاندي اللي انا حطوطها مثلا في دماغي ان انا رجع على عافية. مفيش مشكلة. عادي. بس انا جددت هناك في ليبيا وانا مبسوط. شانا كمان. اه سانا وكل سعادة. حاسس ان الناس كمان حباني هناك متفعلة معي على الفيسبوك. عملت فيديو كده على تيك توك وبتاع لقيت الناس حباوي. شاهمني? اه. واللعيبة بقى رجعك نقطة اللعيبة. الاصطف اللي معاك. يعني انت برضو لو انت مثلا في البودكاست هنا لو مش مرتاح مع الاصطف اللي معاك. اه. البودكاست هفشل. اه. يعني كلام ايه منطقي ولا لا? اه. لأ كلامك منطقي بزاد فكرة يعني. اه. في حاجة جماعية. بدليل بدليل ايه? تنفعش فردي. اه بدليل ان البنك الاهلي اه نادي البنك الاهلي مع كل الاحترام والله العظيم والتقدير لكل المسؤولين اللي فيه. فشل في الدورة. فشل. اما ديبقى نادي ميزانيته فوق 300 مليون جنيه. بقى لك 4 سنين بتنفس على الهبوط كارسة. كارسة. بزعلش مني فرقة الجنة. انا والله العظيم بحترم كل اللعيبة فيها. وفيه لعيبة على مستوى عالي جدا. بس انت ممكن ما تعرفش خمس ستة اسماء منهم. اه. لا. هم بس نادي ميزانية لا تتخطى الخمسين مليون. لا تتخطى مين انا كنت واقف مع الحسري. مدير الكورة عارفه. كابتن حسري. اه. كابتن حسري حبيبي انا اسف ان انا قدت الحسري بس عشان لعب معايا. لا لا وهو حبيبي برضو. اه. هو اللي احترامه طبعا. وهو اللي مربيني طبعا. ايه. ايه. كابتن حسري بوجه له التحية من خليك. قال لي انا عمل الفرقة دي بقى 14 مليون. ما تجيش بعقد العيب عند. ما تجيش عن عقد العيب في البنك الاهلي. فيه بياخد 16 مليون. عايز اقول لك هما كام? انا بعد اذنك هدخل على البتاع. اه. الجونة الكم في الدوري. الجونة الكم. انا مش بحبش اقول اي كلام. الجونة منش من الفرق اللي بتنفس على على البقاء يعني. الجونة في وضعية في المنطقة الدافئة يعني. شوف لنا ما نروا انها بالجونة الكم. الجونة هتلاقيها مثلا في المركز العاشر التاسع. اه اه. بميزانية. انت بتكلم في خمستاشر مليون وتلتمائة مليون. لا يعني. عشرين ضعف. اه. عشرين ضعف ايه. خمستاشر الفاشرين. اه اه صح. بتحسب الفلوس. الله اكبر عليك في الفلوس. شابة زيك يعني جنبك ايه? يا عمنا جلدان. فبقولك ان الوضع في البنك. فحسس ان السنة جاء انت متحمس لها في ليبيا. اه. متحمس لها جدا. ومبسوط اوي بالاجواء. مبسوط اوي. الناس بتتعامل بحب. اوكي. الناس بتتعامل بحب. وانا يفرق معايا جدا التعامل. اه. لان انا في الاول في الاخر قبل ما كل لعب كرة انا انسانه. طيب. ولي اي اسرة وعايز اكون مبسوط. انا عايز اكون مبسوط. طيب. انا 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 دلوقتي هدفي في الحياة. انا دلوقتي اتنين وثلاثين سعا. هدفي في الحياة ان انا عيش مبسوط. حتى لو بفلوس اهل. حتى لو بفلوس اهل. فانت عندك عامل السعادة كتيرة عايز تجمع اكتر حاجات فيها. بس مش سرط تجمع كل اهل في الفلوس. اه. بالزبت. بالزابت. اه. ليه ما احمد ياسر كان ربنا كاتب لي ان انا لعب اهل وزمالك كنت لعبت من زمان الحمد لله يعني الحمد لله امكانيتي تسمح لان انا لعب في الاهل وزمالك امكانياتك تسمح لك انت حسن انت تلعب اهل وزمالك اه الهم اللي بلعبوا في الاهل وزمالك يعني اخواتنا وحبايبنا وكانوا برضو بلعبوا في اندية زينا اللي كان بلعب مثلا في المقصة اللي كان بلعب هنا اللي كان بلعب هنا اللي كان بلعب في فرق زينا بس هم لهم نصيب ان هم يروحوا الاهل والزمالك مش هم يعني احسن لعيبة لا مش هم احسن لعيبة فيه لعيبة برا الاهل والزمالك احسن من اللي في الاهل والزمالك لكن هو في الاول في الاخر نصيب وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وفيه لعيبة ما لعبتش ما ربنا ما شألهاش ان هي تلعب في الدورة الممتاز احسن من اللي في الدورة الممتاز ده نصيب ده نصيب في الاول في الاخر يعني انا قامل ناشئين كان فيه لعيبة احسن احسن مني وانا لعبت في الدور الممتاز وهتلاقي ناس كده دايما في الاهل ناشئين الاهلي مسلا وقعد اتكلم كده مع حد فانا قول لك كان عندنا كان فلان احسن واحد فيه لا ما كملش بس معها على طول ده نصيب فهم اصدي جزء من الموضوع اكيد طبعا كل حاجة نصيب بس اصدي برضو لأ يعني هي الحياة مش صدفة يعني فهم يعني برضو لأ اللي بلعب اهل وزمالك وبياخد اكتر فلوس وبيجيب اكتر بطولات لأ مش شرط اللي بزيق اهل وزمالك تاخد اكتر فلوس هتاخد بطولات هتاخد بطولات وهتاخد شهرة بتاخد فلوس كويسة بتاخد بطولات بتاخد شهرة بتاخد كل حاجة ما بيبقاش بالصدفة لأ مش بالصدفة طبعا اللعبة اللي بتلعب في الاهل وزمالك دي لعبة جمدة ولعبة محترمة وجمدين بس في الاول وفي الاخر نصيب نصيب هو يلعب في الالو الزمالك رزق ان هو يلعب بس انت كان ممكن تلعب persons مالية دبت ما انت مددني في الزمالك ده زمان قوي تايبي عام 2014 تايبي مش مادينة مش مادينة في الزمالك وبعدين انا كنت مع كبتون قناه مالسلمين كبتون قناه مالسلمين في الفيلا بتاعته ما شاء الله الاسر كبير ده الله اكبر عب نازي عب نازي ده فاجر لاyl في الوقت ده اللي كان برضو كان كان سوق إنتقالات كان كبير عمل في الزمالك أيوة بس قلت أنت ماضي قابلها في المصر طيب وبعدين ماضينا في الزمالك وحاولنا نروح ناخد العقول من الناد المصري الناد المصري ما وفقش وانت زودت لي عقدي مع رئيس الناد ياسر يحيا الكلام ده حصل ولا أنا بقول أي كلام حصل طبعا بس أصدي بعد كده انت الكلام ده كان عندك 22 سنة وقتها مانا تمام بس لعبت بعد كده سنين 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 طب بلاش وانت عاكبني هتستحملني صح لا أنا ما فيش مشكلة ما لقيتش في المنتخب ما لقيتش في المنتخب صعبة ده إذا كان لعيبة في الآهل ما بتروحش المنتخب يعني في بعض اللعيبة في الآهل والزمالك هو دلوقتي لما كابتان حساب عمل القايم ما أخد كل لعبة الآهل والزمالك لا أخد جزء من هنا وخذ من هنا واخد ناس من بره بس صعبة طبعا الناس اللي بره دي راحت أبطال دول بقى أبطال أبطال يعني شامي بقى آه صعبة صعبة طبعا صعبة أن انت تروح لقايمة زمالك مش مستحيل ما فيش حاجة مستحيلة في الكورة لكن صعبة وفي نفس الوقت توفيق الشامي برضو عشان الكابتان حسام كان لعب مسكه في المصري فبيحبه شوي وانت بتقيم اللعيب بايه يعني بتقيم اللعيب في الدورة المصري عشان تقول ده لعيب جامد وده لعيب مش جامد انت بينك وبين نفسك انت مش محلل يعني بس أنا قصدي عمتا وانت عاب بتفكر كده بتقول مثلا ايه اللي مفروض اللعيب لما بيعمله انت انت من جواك مقتنع ده لعيب جامد ده ممكن يبقى أحسن مني يعني فهم قصدي طبعا فيه أحسن مني كتير هو أنا مش أحسن أنا واحد في الدوني أنا بقيم اللعيب بأداءه في الملعب باستمراريته في الملعب يعني واحد زي جيزو مثلا هقول ايه لعيب جامد ولعيب كبير وعنده استمرارية ومن ثلاثة قوية أنا مش مش بيطلع إن أنا مسلا نافق او بيطلع شفتك مرة بتقول مش عارف فرجاني ساسي جاب جامجون وعمل كما أسست مش عارف ايه ايه عشان أنا حاسيته هو أخذ أكبر من حجمه فرجاني اه أنا حاسيته أنه أخذ أكبر من حجمه أنا بكلمك كرحمك أحمد ياسر ولما مشي من الزمالك احنا مش عارفين هو فين هو راح عشان لا يعني مش عارفين هو يعني ما أخذش فقد الشهرة فرجاني يعني بياخد مبلغ يتخطم مئة مليون جنيه ما ياخد عم ربنا يزيده ومش بنتكلم على الفلوس ده رزقه ده رزقه انت بتقول لي هو فين بقولك في ملي بيدفع الروح مش 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 متابعينه ولا 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 الناس أصبع ايه وإحنا شابينه عشان عاديم في مصر فقط شهرته هو معلش في قطر برضه لا نقل شهرته المكان تاني نقل فين هو في حد في قطر حبيبي فرجاني ساسي لو جي مصر ومشي في الشارع لا هلو محدش عارفه لا بس ما ازاي الزمالك كان جمهور الزمالك كابتن يعلي اي حد جمهور اهل والزمالك ده كانوا شايلون نوع سين يشيلون في ثلاث سنين بقى أسطورة في الزمالك هم الزمالك بص كابتن احنا شعب طيبين عطفين قوي بنحب اللعب اللي لمسيته حلوة ومش عارف ايه لكن هو الزمالكوية يعني هو اللي لمسيته حلوة بس يعني لكن هو غير كده بيعملش حاجة مفيدة تاني لا لعب كويس وكل حاجة بس مش اتضجة الجمهور الزمالك جمهور كبيرة رفعته السما فرجاني ساسي اه واخد اكبر بالحجمه انا بقولك اللي انا شايفه مش بقولك كده دي وجه نظري مش معنا كده انا صح انا لعبت ضده حاصلته عادي اه لعب كويس كويس لعب كويس مش اللي هو بقى المسطورة طب مين لعب جامد يعني مين طبعا عشان بس افهم دماغك يعني مثلا مين لعب جامد في المنطقة بتاعت فرجاني دي لا انا مش هتكلم دلوقتي يعني احنا المشكلة ان احنا الفترة اللي احنا في دلوقتي مفيش حد عقبك لا عقبني كلهم بس الفترة اللي احنا فيها دي المواني بقلد التالنت قل ما بقاش موجود يعني مثلا نرجع بالزمن اللي وراء شوي ارجع لك ما طالتش قولي بقى محمد شوقي وإحمد حسن حسني عبدالرب ومعيني ربنا خلق الناس غيرهم بقى احنا خلاص احنا في جيل انا بكلمك في الجيل بتاعنا الناس دي يعني مش تتكرر هقولك واحد لعب معي مثلا اه فرجاني سازي مش حسام غيلي مش حسام غيلي اه لعب معي حسام غيلي جزء من اللي انا قصدي عليهم لعب معي لعب معي فليرز وطبعا اتشرفت ان انا لعبت مع الكابتن حسام ولاعب طبعا في الاهلي كنا بنتفرج عليه لا مش زيه مش زيه انا بكلمك بما يرضي الله ولا الكابتن حسام صاحبي دلوقتي ولا انا بكلمه كل يوم في تليفون انا امكان ما كلمتهش نظر من سبع سنين ولا فرجاني سازي صاحبي والاتنين لهم كل اللي احتراموا لعبها كبيرة وانا جنبهم يعني صفر ايه بقى مثلا مميزات حسام غيلي على فرجاني مثلا لا الكابتن حسام حريف وقوي ومهاري وبيجيب جوال فرجاني حريف ومهاري وبيجيب جوال لا ده جاب جنين في الزمالك وطلع عمره جنين منه واحد في الزمالك كده واحد في الاهلي كده وخلاص ببطن رجله يعني مش انا ما عنديش بقى احصائية نعم انا بقولك يعني مش الكوالتي ده حسام غالي انت ما تديش انا بقى يعني انا جمهور الليل والزمالك لحسام غالي بالنسبالي لأسطورة اه انا هجي قولت أسطورة ما تجيش بتقول لي فرجاني أسطورة بقى ما احب اهو اي حد كلمة أسطورة دي هنلزقها لأي حد لعيب كويس خلاص جد دور المصر كويس شكرا ربنا وفاقك اخدت الدولارات بتاعتك ربنا وفاقك خلاص ما انا 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 اخلي بالك جمهور الاهلي والزمالك الحمد لله بيحبوني جدا وانا بحب وانا ولا اهلاو ولا زمالكوي لا انا حايز اقول لهم الجماعة انتو جمهور عظيم ايو 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 صلح لا مش بصلح ما تجدوش الناس اكبر من حجمها ما تخلوش الناس تركب عليكم انت حاسس بجد ان فيه ناس بتاخده اكبر من حجمها ايو لا بسبب الجمهور جمهور زمالك ناس طيبين وعطفيين بس انت برضو ما قولت ليش يعني مين مثلا يعني مين عقبك مين زي مثلا مكان فرجان مين مثلا امام عشور احسن من فرجان ايجابي وبيجيب يجوان وبيعد وبيروح وبيدافع مش لاقي بيلعب على الواقف كده مجهوده بتاعه احنا هنقع طول ماتش ان نشمس الكرة ما بيقيتش كده كابتون الكرة بقى الضرب وقوة والتحمات همام عشور لعب كامل متكامل اه جدا الزمالة خسرة الزمالة خسرة والله وحلالة على الاهلي ربنا اوفقه ده اللعيب اللي بفلوس كتير بقى بالنسبة لك يستهل ده يستهل طبعا مميز ومختلف وياخد اكتر من الناس مش حد زيه في الدوري مش مش شبه حد امام عشور اه مين تاني اه على فقر مش هسيبك غير لما تقول يعني ما انا عارف والله اصلا بلص الناس بتطلع بقى في الاخرى تقطع فيها ده بيقيمهم مش وانا مش يا عما انت ما انت اصلا بقى لك ساعة بتقولك كلا يعني يا جات على ما جيتش انا انا مذكرتش اسماء نعيبة انت فاهم قصدي يعني قصدي انا انا بكلمك في الناس اصلا انت بالوقتي تقول لي لعبة كلها زي انت مثلا تقول لي انا نقولت لكش زي بعض ايوة بتقول لي عادي يعني بسعر بتقول لي مسافات قريبة وقلت انت بلا كده حتى مسافات في الدول المواصل قريبة ايوة والناس كلها طلعت قالت لي انت صح احمد الناس كلها معاك انا بامشي في الشارع مش عارف امشي انا قبل الحلقة دي بكنت بامشي في الشارع محدش عارفني اللي انت قلت فيها انا بقدر الوقتي بامشي في اي مكان ايه كابتن والله كل كلامك صح ربنا يباريك لك ان اللي هابة كلها شبه بعض والله يا كابتن بنحبك عشان مصدقيتك بنحبك عشان انت رجل صريح عشان انا قلت الحقيقة اللي فيه ناس كتير مش قادرة تقولها يعني انا فيه اسماء كبيرة قابلتها في القناة انا عملت حلقة تانية وحلقة تالت اسماءهم كارسة اقسم بالله العلي عزيز ان انت قلت ايه ان اللعيبة كلها شبه بعض اللعيبة كلها شبه بعض وواحد منهم قال لي ده ده لعبة تعبنة قال لي ده لعبة تعبنة ده لو في جلنا ما ما ضلناش احتياطي اقسم بالله لو قلت لك اسماء اللعيبة اللي قلت لك كده على فكرة هما بيتكلموا برضو يعني هما كانوا جيل جامد ما انا بكلمك برضو يعني بصراحة هلولي انت يعني انت حاسس مسلا دلوقتي اللعيبة في المصر بتاخدوا ارقام اكبر من يعني من المفروض تاخدها ولا ايه لا 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 الارقام ده رزقهم انا ما تتكلفهمتش في فلوس خالص اللعيبة دي بتاخد فلوس او لا انا ده رزق بتاع ربنا سبحانه لا اما هو انت بالنسبالك هو بياخد فلوس يعني مستوى ما يجيبهاش لا انا ما قلتش كده خالص حتى لما انت بتقول مثلا انا ببقى لعيب جنبي انا الحسن منه هو بياخد اكتر نفس الكلام انت ممكن تبقى شايفة انت بتتكلم في جوه في رئيتك لا كل ده رزق ربنا انا بقول لك انا باخده اقل من نص اللي اللي احتياطي بتاع بياخده هو معنى كده ان ده وحش لا لعيب كواس بالده رزقه ده رزقه كده بس ده مش عدالة بقى ولا ايه لا هو في لا انت هتتكلم حددلي في البنك الاهلي ولا بتكلم في العام يعني هو بنك الاهلي ده مش جزء من دور هو انت ببنك الاهلي ده هنفضل مش هعط بقى تكلم عني تقول انا بقول لك الدوري انا ما عرفش والبنك الاهلي جزء من الدوري انا ما عرفش الناس في الدوري بتاخد كام وانا معيها فلوس الناس كلها انت عارف كل حاجة له ورحمة ابوها ما عرف وعلى فكرة انا عايز اقول لك حاجة الاهلي والزمالك عقودهم متقربة الاهلي والزمالك عقودهم متقربة جدا حتى لو تلاحظ بيعملوا فيها اولى وفيقه تانية وفيقه تالتة الاهلي بالتحديد فيه تلاتة واربعة مليون وفيه خمستاشر ما فيش تقرب ولا حاجة لا ما هو انت بقى على حسب انت راجل اساسي مرة انا عطيها ده اول ما جابوه كان بياخد رقم قليل الراجل لعب اساسي قالك لا تعديل الراجل ده هيطلع الفئة التانية اول اولى هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه الناس عملوه بحبه بالتليفونات واللي عملوه بلعبه وبأداؤه اه انا بقى لما لجيت لعبت والحمد الله ربنا قرمني الحمد الله ده التوفيق ربنا سبحانه وتعالى جي راجل اجنبي ولا يعرفني ولا يعرف اسمي ولا يعرف حاجة جيت لعبت قدت تعبت عرقت مع الفرقة واعادت اه اسف مش اعادت النادي كنت جزء من المجموعة كان السبب في بقاء النادي في الدور جزء من المجموعة من اللعيبة اللي اعادت النادي ساهمت ولو بواحد في المية مش تزبط تخليني في الفلوس في فئة اعلى من اللي انا فيها متناسبة مع المجهور ومع الدور شوف الاهلي سيستم نظام هتلعب يا باشا انت في الفئة كزا هتقدي انت هتجي أقل فئة هتدخل وهتلعب في الحداشر لا انت في فئة تانية في عدل في نظام ليه الاهلي ناجح في نظام في سيستم لكن انت هتعلني عشان بحري لا ما هو بص الموضوع كده عشان كده نفسيتي كان تعبنة جدا انا كرحة هجي لي جلطة والله طب قولك ايه يعني انا كنت بعض سبتة وقت عايزة بص عايزة بص على الموضوع من المنطلق تاني بصفتك لعيبت في نادي المصري ولعيبت في نادي البنك الاهلي مش حاسب أفضل تكلم على نادي البنك الاهلي من جوة بتكلم على نادي بجمهور زي نادي المصري ونادي نادي الشركة زي نادي البنك الاهلي ما فيهوش جماهير الاطلاق يعني كنت بإيه الفرق ما بينهم او حسيت بفرق يعني اه طبعا حسيت بفرق لما كنت بخسر في المصري ولا بعمل ماتش واشي مش عارف امش في الشارع يعني مرة منزلت انا وامراتي واحد قال لي ايه وانا قعد بتعشى كده انا وامراتي ما كنتش لسه باربنا قرمني بأولاده وكده فقام واحد معد من جانب قال لي ليك نفس عشان خسريني ممتش معد كده من وراي وانا قعد انا وامراتي بنا نتجوزين بقى جديد ويعني ايه الحب مولع في الدورة ليك نفس طب ازاس له كده قلت لها بقولك يا الله ناخد الاكل ناكله في البيت لكن هنا طبعا اخسر البنك الاهلي محدش حزز بيك يجو ينزل محترمين ممكن نخسر يجو ينزلون نقص يقفلين فيها واحد على الطلاق ما احنا صار فين عم انت مال لا لا انا بكلم برضو يعني كل ال اصلا انت عارف دلوتي تلتين الدوري يعني شركات اه ما فقط قمته الدوري فقط قمته فقط الشغف بتاعه يعني انت عارف انا زمان وانا صغير كنت بتفرج على مودرنس بورت مش عارفة انت طلعت فيها صح كنت انا بقى بص بلعب في الشارع سعيدة كنت بلعب في نادي برفقات طبعا عادت في حوالي 13 سنة حلو انا جبتها يعني من تحت قوي عايزك تسألني السؤال ده بعدها عشان بس ملساش الجزء ده ماش بتفرج على مودرنس بورت ايه ده يا جماعة ايه الدور ده جمهور ومصر والتحاد بلدية والمحلة والاهل يخسر في المحلة بابا الودن اللي جاب الجن ده مش عارف اسمه ايه الافريق ده اللي جاب الجن في الاهلي وكسبه المحلة كسب الاهلي في المحلة فيه اجواء يعني انت شوف المحلة والله هم مفتقدين المحلة في الدوري شوف المحلة الثاني اللي فات لما كسب الزمالك هناك اه وحمل ايه مع الاهلي لما علي معلول جاب وانف آخر دي الغزل رجع ان شاء الله البلدية يقعد والله يا ربنا الغزل يا رجع والمنصورة والانديا الجمهورية تعمل جو للدوري بتضيف شغف واجواء الكرة ايه لازمتها احنا حسنا يعني انا مثلا بلعب الفترة الاخيرة في حياتي دي مش عايز كل شي اقول لك البنك الاهلي ماتش ودي نازل الالعب ماتش ودي مين بيتفرج علي مين بتفرج علي موظفيني البنك نفسهم بيشجعوا الاهلي ايوا اشجعوا البنك الاهلي مفيش من يتفرج علي يا غير مين حماية وامراتي والعيال ولادي ياسر يقول لي بابا انا بتفرج عليك النهاردة وامي واخواتي خسرت الماتش باخد العيال واروح كايره في استفل الناس بقى يا بوكباتن ده ماتش النهاردة ولا فاكرين الماتش ولا متابعين ولا حاجة محدش حاسس بيك محدش حاسس بينا في البنك الاهلي خالص محدش حاسس بيك كنت ساعات كده وانت بتلعب ايام البنك وعموما طبعا تقول لي مش عارف لا اصل احنا لا اصل يا اما هو احنا الاهلي عشان تعامل كذا لزا مالك يعني فيه مطشط لا بتتأجل فيه مطشط مش عارف ايه كنت انت ريما مختنع ان فيه اندية بتعامل معاملة تانية اه ما دي برضو بص حاجة من اللي انا في ليبيا من مميزات الدور الليبي انا لما طلعت وكده عملت تصريح قلت يا جماعة الدور الليبي دور جماهيري وفيه عدل الناس طلعت التاريق هيط لك دور الليبي ايه ده انا لو جيت هيخد هدف الدوري في مطشين انت هتذر احنا جاين نهارج يعني ايه فيه عدل هايقول لك فيه عدل في ايه الفرق بتلعب في معادي واحد عمرك انت شفت الاهلي بيلعب الساعة الثلاثة العصر المطشاط اللي هي بتاعت الموت بتاعت الحر دي طب ليه اه تخيلي يعني اه عشان لعبها بتصهر لا يا عمي لا والله معظم لعبت الاهلي بتحب تصهر يا عمي ايوما انا لعبت معاه هقولك ليه والله من ناحية تسويقية يعني اظن يعني ان انت بتلعب يوم التلاتة او الاربع انت عايزت الاهلي او الزمالك اللي هو المفاق قليلة الجماهرية تلعب في وقت الناس تقدر تتفرج على التلفزيون فيه يكونوا رجعوا من شغلهم يعني ده تخيلي يعني وبعد اما رجعوا من شغلهم هتفرجوا يعني ايه الجديد اللي هيجرى يعني ايه اللي هيجرى ولا حاجة فلوس هتتضاف للدوري لا دي اعلانات وحاجات ايه ما كده كده الاعلانات اصلا موجودة في القناة كابتن لازم يبقى في الاندية على فكرة انت بتتكلم صح بس هقول لك حاجة هقول لك ليه الاندية المسلا في انجلترا يلعب اتنشر الظهر ووحد الظهر لانه بلعب في الويك اند بس يلعب سابت وحد والمؤجلات تلات واربع الساعة كام عشرة بالليل طب احنا امتى بقى نلعب سابت وحد ان شاء الله في الجنة لما نروح الجنة بقى ان شاء الله نعمل دوري هناك سابت وحد ايه ده ايه ده ليه 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 لانا انا كاحمد ياسر او فرقة في الدوري مش معليش استحميني البنك الاهلي انا في البنك الاهلي هتيجي تلعبني الساعة ثلاثة العصر والاهلي والزمالك الساعة تمانية في الطراوة هو ده عدل تلعبني في الموت جوه نار الناس مش حاسة يا جماعة احنا بنجري قد ايه احنا الجهاز اللي بنبقى لابسينه بالتلاتاشر والاربعتاشر كيلو حرام فهم قصد ليه تلعبها الساعة ثلاثة العصر ودول دول تلعبهم في الطراوة والجوه بقى هوى يعني المفروض ان يبقى مرة كده مرة كده بلعب في كل مواعيد كله سواسية اه انا يعني انا لعب مثلا خمس مارشات الساعة ثلاثة وعشر مارشات الساعة ثلاثة تلعب زي والعكس ما ده اللي بنشوفه منشستر سيتي لقى ساعة واحدة ونص منشستر سيتي بالنجوم دي لعب واحد منهم بخومة الدور المصر كله ليه بلعبوا الساعة واحدة ونص صح ليه ليه واحد زي هلندا ده قمته ايه حط الدور المصري في كافة بالفلوس وهلندا في الفلوس هتلاقي كافة هلندا بالطب وبيلعبوا الساعة واحدة ونص معلش لازم يبقى فيه يعني عدالة اه انا بقول للمسؤولين طبعا كلهم على دماغي بس انا كلعيب كورة كنت بالعب في الدوري ودلوقتي في محترف وكده لا مفيش عدل عمري ما شوفت الاهلي بيلعب الساعة ثلاثة جربهم كده لعبوا الساعة ثلاثة عارف ما بيلعبوش الساعة ثلاثة فين فأفرك عشان فيه عدل مفيش انت بتلعب عند فرقة برا هي اللي بتحدد معادها اي حر اه تلاتة بقى عصر اي حر فاهم قصدي يلعبوا زينا يلعبوا الساعة ثلاثة والاهلي يروح الاهلي ما بيروحش اسمع لي تلاقي فرقة لعبة 18 ماتش وفرقة لعبة 7 ماتشات وفرقة لعبة 8 دلوقتي فرقة لعبة 24 ماتش وفرقة لعبة 16 ماتش ايه ده ايه ده ايه التهريك ده هو دا جده جدول يا راجل ده أنا في ليبيا اللي انا اقول لحد الدور اللي بي طيو ايه اللي ودك الدور الليبي انت بص على الجدول 12 12 12 12 12 وتيجي تقول وعندهم فرقة بتلعب في أفريقيا عندهم طبعا فرقة مش هابوسليم كان بلعب الزمالك وده مش هابوسليم ده في قارة تانية ماهو في ليبيا انت فاهم قصدي معاكو في الدور اه معانا في الدور في المجموعة التانية بتاع الترابلوس بس انا بكلمك في السيستم طفعا ليه احنا مش كده ليه تيجي تلعبنا انا الساعة تلاتة العصر احنا برضو يعني مسلا جزء ان الموضوع ان الاهلي مسلا السنة دي لعب دوري ابطول افريقيا ولعب دوري الافريقي ولعب كسعامل الاندية ولعب مئة الف ماتش في مئة الف حاجة بر ماشا فهي دي مش هرافين مصر لا زائد ان الدوري بدء متأخر وعدد مطشاك كبير وهي دي امور اللي اللي بتخليج جدول ما نعرف لا طبعا طبعا بابارك لنادق لها لعب طولة افريقيا وهم شرفين مصر زي ما زمالك كده مشرف مصر في الاخد كسوكو الفدرالية طبعا طبعا يعني بيرفعوا اسمه مصر فهم وربنا وفقهم بس انا برضو هارجع اقول لك حتقة العدلة مش موجودة في الدوري المصري ولا في الموعيد ولا في عدد المطشاط منا مليش دعوة انت بتحسن عدد المطشاط دي تفرق يعني يعني مثلا انت كنادي لما يبقى لتحتيك لعب اقل او لعب اكتر ايوة بتضغطك لو انت مثلا نادي بتنفس على الهبوط او بتنفس على الدوري يعني دلوقتي بيرامدز فوق في الدوري ومستني بقى والاهل مضغوط بقى الاهل ايه عدد مطشاطه لو كسبها كلها يعدي بيرامدز لو وقع فماتش بيرامدز يرتاح لكن في واحد امتحن واحد ما امتحنش لا احنا كلنا نمتحن مع بعض الورق ينزل الورق ينزل مع بعض يعني انا مثلا دلوقتي داخلين امتحن انت هتمتحن وانت بعدها بساعة هتطلع انت مثلا انا قفلت انا قفلت يا رب تغلط في سؤال لا نقعد والورق ينزل يا جماعة ده انا بتكلم في حاجة انا بتكلم في حاجة منطقية والله مش بأفور او عشان الناس انت بتكلم كمان ده لصالح الاهلي وعليه يعني مش مسلا انت تقول لي زي ما انت قولي الوقت كسبانا ومشاك كلها فضغط الاهلي بس ما هو التأجيل بناء على طلب مين ما انا بقول لك بس يبقى ما يلعبش وقف اللعب وقف اللعب ووزبور دلوقتي وقف الدوري كله وقف الدوري كله وقف ما انت عشان تزبط عدد الماتشاة ويحمل كل تلات ايام ودلوقتي الانديها كلها ما شاء الله عندها ريكوفر كويس وعندها الاجهزة بتاعت التبريد دلوقتي الانديها انا بعض اتفرج الاقي مدربين سياح هيقولك انه هلعب الاربع وهروح هلعب يوم الحد خلينا انا بارض عليه امال انت موقع تلاتين لعب ليه موقع تلاتين لعب ليه بتديهم فلوس كلهم ليه خلاص خلي بقى عندك حداشر لعب وهنا مش هنقجلك هنقجلك الماتشاط ايه ده يعني يعني عادي ان في فرقة تلعب كل ثلاث ايام محدش عادي يشتكي ما يلعب ويشتكوا ليه انت مش معك تلاتين لعب وفيها اما تطلع ناشئ والتلاتين تدخلهم ما التلاتين دول اكيد يعني بتوصل في وقت الوقت عندك قوام اساسي هو ده اللي بيبقى افضل مجموعة ماشي فعايزهم يلعب ماشي ما انت برضو لو جيت لعبت قوام اللي هو بالنسبة للمدرب اللي مش اساسي اللي انا برضو ارجع اقول لك نقطة انت اوقعتوا ليه جايبوا ليه اه جايبوا ليه والنادي قال لحاجة بيدي له رقم ليه ايه فاهم قصدي فلعب الناس اشرك الناس ما فيش حاجة اسمها كل ثلاث ياموا نشتكي ونقض نشتكي ليه نشتكي ليه اللي هيخليها نشتكي الريكافري موجود دلوقتي الطب في مصر على الاعلى مستوى اللي هما الالاجه الطبيعي والفيذي وسيربي والكلام ده طب انت ليه ما تدي فرصة للناس تلعب ما تدي فرصة طلع يا اخي ناشئ يا اخي ولا حاجة فودن دوت بيب جواردولا راح جابه من الملغيت من ورا ولعبه احسن لعب في انجلترا النهاردة كنت تعرفه لا لا مدربين بيبدعوا بيبدعوا جاب دوكو مدربين بيبدعوا مش انا جاي لا ده عبد الرحمن معروف بيلعب في الدور الممتاز بقلو 5 سنين انا هلعبه بقى عشان ايه لو الادارة اتكلمت ما هو بيلعب بقلو 5 سنين هو انا هو انا ضفت له حاجة لا طلع لعيب واتنين اللي هو مش هخرج بره الصندوق عشان معادش ايه كحاسيب نقول لي ده ده انت المتحمله اقسم بالله في لعيبة في الدور الممتاز به احسن من بعض اللعيبة في الدور الممتاز بس تيجي تعرضه الوكيل يعرضه على المدرب لا يا عم ده في الممتاز به افرد وحش ايه اللي افرد وحش ما انت معاك لعيبة في الممتاز عادية برضه يعني انت زي ما انت قلت التلاتين لعيب مش 100% يعني فهم ما اصدق هو ده طب ايه وحتى بحكم مثلا في الكاس بتلاقيه مطشط السنة دي كلها قريبة دورة 16 ممتاز كلها كسبانا الممتاز به واحد سفر اه انت عندك ابو ايري مبارح كسبانا الاتحاد اه ما مثلا ما قلناش مثلا الاتحاد يعني مثلا عقد في الاتحاد ابو اير كله ويفيد بخذ بالك ابو اير من الاندال بمقاييس الممتاز به او المحترفين بتصرف ماشي بتصرف بس مش زي الاتحاد ماشي زي الاتحاد لا الاتحاد كمان من الفرق اللي بتصرف اه بزر حاج محمد مصالحي من ناس طبعا المختارمة ما ابدا عمره ما بخل على النادي الاتحاد في حاجة فابو ايري كسبانا الاتحاد حسينا فرق ده فرق في الدورة الممتاز بس دي سنة للحاف الاتحاد الرابع ولا الخامس الاتحاد في المربع الكاس عمتلا مسابقة الكاس кольم مشهورة بالمفاجئات. انا معاك. بس انت برضو. يعني انت النار ده بتلاقي يونايتد خرج وبتلاقي مش عارف مين خرج وتلاقي من فرق صغيرة. تمام. بدي ريالي مادريت كاله اربعة مرة. انا عارف والله العظيم. انا انا معاك في كل الكلام ده. بس برضو يعني معنى ان بقير مع كل احترام طبعا لعبة محترمة مكترمة. لا هم في اقل ما لا يعيبهم. لا يعيبهم. فانت كسبت الاتحاد يعني هاي الدنيا جاية اهي. الدنيا جاية والدنيا قريبة يعني. وامبي كسبان النجوم بالعافية وشاف ايه. والمصر مش عارف كسبان احد برضو. فرقة من الدرجة تانية بس مشاكل. اه. البنك كسب اربعة. البنك كسب اربعة. شفت بقى. لا كابتن امكانيات البنك رهيبة. امكانيات البنك رهيبة. يعني امكانيات البنك المادية في المنبع الزهبي. انت لعبت. لعبت في. انا ملعبتش في نادي ملتزم كده. اه مادية. انا بكلمك في الحاجات. سيستيماتيك اوي الدنيا. اه. انا بكلمك في الحاجات يعني انا بقول بما يرضي الله والله. انت بدأت في بورفؤاد اه? اه انا بدأت في بورفؤاد اه في نادي درجة تالتة. يعني عشان الناس بارت عارف ان انا جيبها من تحت اوي 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 بقى. اه اه. بدأت منو انا عندي تامن سنين في نادي بورفؤاد اه درجة تالتة. والصعادة الفريق الاول انا عندي ستاشر سنة وكان مرتب ميتين جنيه. في برفؤاد. اه. كنت طاهر بهم بقى. يا له وانا باخد ميتين جنيه على اول الشهر. فرح. ايه. فاهم? وبعدين الحمد الله ربنا كرمني. لعبت في الفريق الاول شوية. وبعدين بيتروجيت كان عايزني من برفؤاد. كابتن رمضان السيد. كان هو اللي مسك بقى بيتروجيت ساعد. فقال لك برفؤاد بقى غلى في السعر اوي. فانا طلعت كده عملت كبري ورجعت. اه كبري. اه. رحت عمان عشان احول عقدي من من هاوي المحترف. المحترف. وبعدين ارجع فريق على اي نادي. اوكي. ورجعت بقى على ديجلا والحمد الله بقى الامور بقى مشيت من ديجلا الترنهوت. بعدين رحت ليرزي. عدت في ليرزي سنة. وبعدين بقى رجعت على ديجلا شوية. عدت شوية في ديجلا. وبعدين رحت المصري. بس يعني جايبها. اه. هو الكبرى ده حاجة صحة ولا غلط? لا طبعا حاجة لمصلحة اللعيب. وفي نفس الوقت ده اكل عيشك. يعني انا برفؤاد كنت صبح شغال في آآ في سنترال. اه. بصحة الساعة ثمانية الصبح. اقولك كان يوم اعمل زي بصحة الساعة ثمانية الصبح شغال في سنترال من ثمانية الصبح لحد الساعة ثلاثة. عشان يعني اساعد اهلي برضو. اي. وكده والدي متوفي من زمان جدا. ربنا ارحمه. امي واخوتي البنات يعني كانوا وانا المسؤول عنه. كنت شغال في سنترال الصبح من ثمانية صبح للساعة ثلاثة. وبعدين اجري عالت تمرين. اخلص تمرين ستة واروح اشتغل في محل بلاي ستيشن بالليل. لا يا راجل. اه والله. عادت كده ايه بقى? عادت كده حوالي تلات سنين والله. لا يا راجل. اه. كان عندك كم سنة? كان عندي عادت كده سبعتاشر وتمنتاشر وتسعتاشر. وسافرت بقى. لان لما جالك بقى موضوع ان انت تلعب في بيتروجيت وهم غالوا فلا انا عايز اكل عيش بقى. زروفي صعبة. يعني انا قبل كده امي بقول لها امي موعة تطبخي ايه النهاردة انا قلت لي مفيش فلوس. قلت لها طب هنعمل ايه? قالت لي مش عارف اه امت ريح لمدرب وحي يرزق يعني اسمه كابتن فاتح المحمدي. في النادي بروفقات كلمت وقلت له كابتن بعززنا كنا بنزل لي ايه فلوس? ما عايش معايا فلوس. اما بنزل لي عشرين جنيه. جبتها اه نزلها لي في السبت. خدتها منه وروحت جبت اكل وروحت. والله العظيم ما هذا حصل. الرجل ده عايش يعني بيكلمني على طول من الناس يعني. فبقول لك كنت عايش ظروف صعبة. يعني ظروف صعبة جدا. فهيقول لي بقى يغلي وبتعلق يبتكبنا على الله. جالي بقى واحد كده سبحان الله يعني ربنا اقعه في طريقي. سفرت عمان ورجعت. والحمد الله بقى روحت عمان هناك كنت باخد الف دولار في الشهر. هموت من الفرحة مش مصدق. الف دولار يعني ستة الاف جنيه. ايوا ايو. كنت بقى ايه حاس ان انا ملكت العالم. فاهم? اعدت هناك عشر شهور. وبعدين بقى رجعت الحمد الله بقى والامور بقى بدأت الحمد لله في حضرة تتحسن. آه. رجعت على وادي دجلا. آه. رجعت على وادي دجلا عقدت شوية. والحمد اللي العقد بيزيد واحدة وحدة. ولحد يعني مشيت بقى لعبت في كل عنديت وادي دجلا. وادي دجلا وتورنهاوت. وابعدين بقى على ودي دجلة شوية وبعدين رحت المصري. المصري. لما انت بقى جيت بقى معنا. اهم بقى محطة المصري. اه بالنسبة لي طبعا. اهم محطة. اه عملت اسمي طبعا وعملت عملت تاريخ احمد ياسر وانا مستوى الشخص النادي المصري بالنسبة لي يعني نادي بلدي وانا بحب المصري. بحب المصري جدا يعني. عشت انت فترات كويسة. اه عشت فترات كويسة قوي واخدنا مع كابتن حسام التالت دوري تلات مرات باتنين جنيه وربع. تعودنا خمسمائة الف وربعمائة الف وتلتمائة الف. كابتن حسام راح شوف فيها المدرب اللي بيبدع بقى. هجي لك. اللي يخلي الكابتن حسام يروح يجيب محمد حمدي اللي مش لاقي نادي. محمد حمدي البيكليفت. اه. مش لاقي نادي. اه. واحد. انا عارف محمد حمدي كان وقتها راح من الاهل اعار للمقاولين. والمقاولين. ملعبش ولا مطش. المقاولين مشا. والمشي والاهل مشا. جاي يرجع الاوي قالوا له لا 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 احنا مش عايزينك خليك هناك. الواد قعد في البيت الكابتن حسام يقول له تعالى معي. شوف المدرب اللي بيبدع. ابداع. بيطلع. مش خايف. مدرب. بيشتغل باللي معاه. اه. اشتغل. اللي يخليه يروح يجاب كابوريا من من درجة تانية في شبين. و اللي يخليه يجيب احمد ايمان منصور. انت كنت تعرفه? كان في الدخلية يعني وقتها كان عامل سيزن كويس. سيزن. فاكر. سيزن ايه ده الدخلية ممشيه. اقسم بالله جلينا فيه. ايوة كان عقده خلص في الدخلية. مجددش ليه كابتن مصر. عشان جيله عرض ده احسن. عرض مين والله الدخلية ما كان عايش. انا بقول لك بس ده كان رايح. بس مش على كده انا ممكن اقول اعدي لك عشر لقايبه كلهم بيخدر بعمائة الف جنيه وقتها انا فاكر كويس. فرقة دي انا كنت مساهم. فرقة معمولة بفلوس قليلة جدا. تاخد تاخد تالت الدوري ده دوري. ده دوري. اهلي. شفت بقى. اه. شفت. اه. في حاجة اسمها انجاز لمدرب. لا لا انجاز. انا غير ما يشيل حديدة. ماشي. ماشي. انا انا بس افكر. انا بس احبة. لا لا انا معاك. انا معاك في النقطة دي وكابتن حسام هكمل لك الجملة بعدها لما عمل انجاز مع المصري طلع لفل اعلى. فراح برامدز. بزر. فده اللي انا بقول لك عليه. فالمدرب لما بيعمل انجاز ما بيشيلش حديدة بيعمل انجاز مع فرقة بيطلع لفل اعلى. تفاهم قصدي? بس. كابتن حسام يعني انا مش عايز يعني. انت بتقولي يعني انت قلتلي حتى كابتن حسام من المدربين اللي اضافوا. اللي ادوني حاجة. اه. لا بيقول حاجة. قبل المطش يجي يقولك اه في مش بيقول طبعا انا شغل الصبورة ده ما ينفعش. لأ انا اكلم ان هو اضاف لا احمد ياسر. اضاف لا احمد ياسر. لا اضاف للناس كلها اللي معاه التيم كله. احنا تيم يا كابتن هو احمد ياسر ايه? انا ترس صغير في وسط التروس. التيم. ده تيم. فرقة. بس انا قصدي اقول لي كده. على فكرة انت لعبت مع كابتن حسام مدة. لأ طبعا. ولعبت مع الحمد الله. مخشوط جمدة. جدا. اه وعملت شوف اللي جمد وكني بيوسط فيك وكده. جدا. وكابتن حسام يعني لما شافني في موتش البنك الاهلي الاخير كنا باللعب المصري. روحت اسلم عليه. قال لي كلمة غريبة جدا والله. يعني ما تهرق بقى. قال لك. قال لي كلمة غريبة جدا لحد دلوقتي في ودني. قال لي كان نفس اشوفك في حتة احسن من كده بكتير. قلت له النصيبة كابتن الحمد الله. قال لي كان مكانك على في حتة اكتر من كده. هيجاملني ليه? قلتوا ربنا يخليك كابتن هو في المصري وانا في البنك الاهلي يعني مش مش مدربي. قلتوا ربنا يخليك كابتن ده شرف لي وقال لي بس انت اتغيرت عن زمان عقليتك. فاهم? قلت له والله يا كابتن ياريتني بالعقلية دي زمان. كان حالي بقى غير حالي. كنت زمان عايل صغير وشايف نفسي شوية ومجدود وعايز اخش في الصراعات. اه اه اصدامي. الواحد هيدي. كنت اصدامي شوية يعني اه 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 اه. وقل لي كلمة وقل لي كلمتين. اه. لا وغير كده كابتن برضو في الملعب ما كنتش بال 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 بالعقل ده. كنت شوية معتمد على حماسي. اه مجهود. اه اه. وفي ستين ديائق طلع كله مجهودي خلاص. حتى كنا بنحس يا كابتن ان الملعب كبير قوي. يعني اصطريك كابتن حسان برضو بالذات وهي اكتر وقت انت ممكن نورت فيه بندغط على طريق اه فيها جاري كتير جدا احنا عمتنا كابتن لما احنا في الناشئين ما تعلمناش حاجة صفر صفر يعني اطلع من الناشئين صفر واي لعيب مصر على فكرة احنا كابتن يعني بمتعلمش حاجة في الناشئين بتيجي بقى تلعب على الملعب الكبير تحس انه هو واسع احنا مش نطجين مفيش النطج اللي هو انا بقى دلوقتي او اسأل لها ايه في 28 29 30 هتلاقي بقى خلاص الملعب تحسه صغير تحسه ديت تتحرك في جزء معاين انت مش بتروه بقى بالضبط فهنا مصدي فبقول لكابتن حسان بقى شغل الصبورة ده ما ينفعش بأكلش اهيش يجي في التمرين الكرة هتطلع من الجون بص كابتن بيديك حاجة للتيم مش احمد ياسي الكرة هتطلع من الجون هيستلمها السردباك بيعمل ايه بقى بيحب او يعمل الروتيشن بين التلاتة انا اتوقع ان هو يعمل علي مع المنتخب بيحب الباك يطلع والهاف يدخل لجوه والديفندر يوسع يروح اه مديك فكرة مديك فكرة تعملها مديك حلول طب يا احمد لو ده تمسك هتبصل ده طب ولو ده تمسك يا كابتن ده هينزلك في الهافز بيس هنا طب ولا ده لا الفرود هيعمل ضروب بيحل الموقف في حاجة بتتقال انا خلي بالك بتكلم بما يرضي الله والله ولا انا بتحمل على حد ولا اي حاجة انا بتكلم بلا انا اتمرنته يعني الكابتن حسان مش عشان هو مسك المنتخب انا بقول كده او كده لا انا اصلا يعني الحمد لله سيني كبر يعني موضوع المنتخب اصلا بقى صعب جدا بالنسبة لي مش بقول كده شكرا فيه لا لا طب ما انا علاقتي مش كويسة بكابتن علي ماهر علاقتي يعني مش قلبنا مش على قلبه بعض لهو ليه بقى ما اعرفش يا كابتن هو قبول انت انت عبت معاه في المواصل اي اه بس فترة كانت وحش بس فترة ما كانتش كويسة بس كابتن علي بسمع يعني انا تقول لي تمرين ممتع جدا جدا كزا حد قال لي كده قال لي تروح التمرين تتمتع ايوة اقول لك حياة كابتن احنا الشخصيات محترمة على دماغنا كلهم كلهم على دماغنا وانا يعني اقل واحد في الدنيا لكن انا بتكلم في الشغل بغض النظر عن خلافي معاك دلوقتي او ان انت مش قابلني شوية او انا مش قابلك شوية لا مدرب كويس في شغل وفي حاجة بتتأمل ويجي حفظك في التمرين هتعمل كذا 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 بس فنان ملتقتوش يعني ملتقتوش فيه مظبطتش مفيش قبول هو بيحب ناس معينة وعايزها معه في كل مكان وفيه كده يعني فيه مدربين كده بيصق في مجموعة معينة او بيصق في مجموعة معينة وبيميز لعيب عن لعيبة وده عيب فيه وما فيش حد كامل يعني ده عيب فيه بيميز لعيبة عن لعيبة اه بيميز لعيب عن لعيب. يعني ايه ميز يعني? يعني مسلا يجيب لعيب مسلا يقعده في قوضة الوحدة. طب انت بتقعده في قوضة الوحدك ليه? يقل له وحده ليه? ما كلنا قاعدين في قوضة اتنينات. قاعدين قوضة دبل. انا وعبد الرحمن. او مورس مع احدا. اه لا انا بقول لك حقيقة اسألنا ورايا. انا انا وعبد الرحمن قاعدين في قوضة. اه عمر موسى وكريم الارائي. جمعة مش عاف مين? انتيجي لعيب تقعده لوحده. احسن مننا في اي ده لعيب مهم مسلا او اجنبي او كده? لا لعيب مهم طبعا. لعيب مهم? اه. اجنبي? لا لا مصري. مصري اه. بس من اللي هو يعني بيعشقهم يعني. اي واي. ممكن هو مسلا لعيب ده بيرتاح كده مسلا بشكل معين. مفيش كده كبتن. مفيش كده. انا عارف انه مفيش كده بس احيانا مسلا في حالات ندرة يعني. اي 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 انا ببررتاح شاتل قوضة الوحدة انا كمان. قد تقول له جايز كان يوقف. لا ما هو انا مش 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 علا. ولو اي حد قاله. هو بيميز ناس عن الناس. يعني ان فعد بروينا هيجيقول له بيب جاردوا يلا بقول لك يا بب ما علش انا عزقى الواحد عشان بس اي اه بقى اذا اعتقد ان هما بيعودوا كل واحد الوحد لو ما لا يا حبيب بيعودوش في الواحد والله ما بيعودو الواحد. هو اصلا هناك ما فيش معسكر يوم المتش اللي في ارضهم ما فيش معسكر. لكن المتش اللي بيبقى فيه صفر بيبقى فيه معسكر يوم. والله بيعودوا كل اتنين. اسأل صلاح انا عارف انه صلاح حبيبك. لا مش الضرائج يق EPA. تسأل صلاح مش عاملين له مثلا انا شايف نهو مش واخد حقه. محمد صلاح بجد بجد هو من الصحبي والله. بس انا يعني بحبه جدا عن مستوى الشخصي. مش واخد حقه في مصر. كاكمة. فين يا جماعة ايه? مش معموله تمسل ايه ده? حطه. تمسله واتحطه على مدان. ليه? ناقص ده ده الناس كلها عرفت مصر بسببه. الناس بقى بيتيجوا تزور مصر عشان محمد صلاح. جيبشان كينج ويعودوا يغنولوا. هي عمرها حصلت اه كابتن في الدورة الانجليزي دي. عمرها حصلت. ليه مش واخد حقه? ليه المسؤولين عاملين من نفسهم مش. الحد ده في الدورة الانجليزي. اه. لا الدورة مصر جميل. احنا هنهرج. احنا هنهرج. لا يعني بقول ان صلاح واخد يعني. لا مش واخد. لا لا. كابتن منتخب مصر اخد يعني عارش خلاص او? ايه يعني كابتن منتخب مصر كابتن ما ناس كتير كان كابتن منتخب مصر ما عملوش ربع اللي عمل. لو كانوا راحوا انجلترا بيرروحوا يتصوروا ويرجعوا. يتصوروا عند البرج الساعة دوت. برج الساعة في مكة. لا لا مش قصدي اللي هي. البيج بين. البيج بين دي جدع. ايه. يروحوا يتصوروا عند البيج بين يا جماعة احنا كنا في انجلترا ويعمل لوكيشن لندن. لا. ده واحد نجم في انجلترا نجم كبير. زب. قيمة. تمشي الناس تجري ورا في الشارع. ليه مش اخد قمته في بلده? انت شايف انك اللي لازم يبقى فيها يعني يعني التكريم مش هاته التكريم. بس انت شايفنا وياخد حق اكتر من كده يعني. بكتير يا كابتن بكتير. ليه مش معموله تمثال? ليه? ايه اللي عندهم اللي عملو تمثيل في مهدين ايه احسن من صلاح في ايه? هتلاقي اقسم بالله وانا قاعده معاك. من هنا اليوم الايامة ما هيجي العبزة يا صلاح. ليوم الايامة. ليوم الايامة. محدش هيجي يلعب في الدور الانجليزي ويتقلق وياخد هدفة دوري. ثلاثة اربع سنين وبينا. ده السنة اللي مش بياخد فيها بينافس. اه بالضبط. والله. ده هو السنة لو يحسن بيقولك جاب ستة عشرين سبعة عشرين جنيا يعني. انا قدح الفاني. انا قدح الفاني. من هنا ليوم الايامة مش هيجي لعيب زي محمد صلاح. ماشي في حلم الغير. فلازم. لا لا انا موجود. بقى تعالي عند التربة كده لما اموت قول لي يا احمد عندك محدش جيه. انا بقول لك. بقى تعالي اقول لي محدش جيه. بس يعني ليه مش ما. ليه ليه? ليه يا جماعة ليه? ليه مش انا انا بتكلم ده. ليه مش معموله تمثال? رد علي. انت رجل اللي بتحوله. ما عاشر التماثيل مقاييس هاي والله يعني مين بتعمل تمثال ليه مش معمول ميدان باسمه? ايه مش قصة يعني. هو تاريخه تحفر عمله تمثال. طب ما بلده تكرمه. بلده تكرمه. ليه? 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 بلده تكرمه. ليه الراجل تعب وشيء ومتغرب ومضحي بحاجات كتير جدا. الناس بقى مش عارفة للجانب. هما شايفين محمد صلاح راجب بوجاتي راجب فراري مش عارفة ايه قاعد في الفيلا. ما بيكلش. الناس دي ما بتاكلش. ما تجيش تشرب ده. بشربش اي حاجة. ما بيكلش. والله يا كابتن حرمان. حارم نفسه. اللي خلاه يوصل للليفل اللي هو فيه ده. التزام. اللي هو يروح. رجل بيلعب كريستيانو رونالدو. في اللي الناس دي اللي انا اللي انا بعمل زيه وبحتفل لما بجيب جون. هو كسبانو في ملعبه. كسبانو في ملعبه. ايه. كريستيانو رونالدو عنده تمثال في البرتغال. عاملين له مدحف. محمد صلاح عنده جواس كتير جدا. نسيت لما الجزمة سرقت في الفيلا بتاعته. احنا ننظر ما تعملين له مدحف. خطه فيه الانجازات دي. اه احسن لاحب في الدور الانجليزي. مع الجوايز طبعا. اكيد 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 اه. الحزاء الزهبي بتاعه. مش هو اخد الحزاء الزهبي ده كزا مرة. بالضبط. ليه ما نعمل? ليه ما يتعملوش? حقه. ده حقه. هاتلي لعيف في مصر تاريخه زي محمد صلاح. لا لا ولا نصه. ولا لا هيجي. اكسم بالله ما هيجي بالعقلية دي. قوته هنا يا كابتن. قوته في العقلية بتاعته. ايه? ليه ما تعملوش تمثال? مدان التحرير ده ليه ما بقساش ممدان محمد صلاح. لا ما عليش يرد عليها في السعادة. مدان التحرير? ليه ما بقساش? ليه ليه? بس. انت سخنتك كده ليه? لا مش بسخن. يعني انت عايز مدان التحرير. اه. يبقى اسمه مدان محمد صلاح. اه يبقى اسمه مدان محمد صلاح ونحط له تمثال هناك. في مدان التحرير. اه فخر مصر. فخر يعني مدان التحرير بالتحديد يعني. انت شايف ان المدان ده المفروض يتحاول لمدان محمد صلاح. الميدان ده. تختروح بس عشان نوصل صوتك لل. ايوة. اه. الميدان التحرير يبقى اسمه مدان محمد صلاح ونحط تمسال محمد صلاح فيه. الراجل ده عمل لمصر كتيرة كابتن. وبدل ما تقول يركب من التحقيق يركب من ما عند محمد صلاح. اه. الناس مش مقدرة ده. انت تعرف الراجل ده بيعمل ايه بلده? من مراكز. يا عم اعرف. من مراكز غسيل كلا لمدارس. هو كلام ده مش كلام ده بيبقى دي مع ربنا مش منتزر منها. طيب يا كابتن عمل اسم البلده. سيبك من الجزء الانساني. عمل اسم البلده. تاريخ. عمر لعب مصر اخد دور يا ابتال اوروبا. محمد صلاحان. عمر لعب مصر اخد دور الانجليزي. ده بعض اللاعب انا مش هذكر اسميه قملي انهم كل يوم لعبة كبيرة. راح بس لعب تلات شور في الدور الانجليزي. قال لك انا لعبت في الدور الانجليزي. ده دورة صعبة جدا. ده الدور المصر هنا ده انا ده انا جاي هنا هذر. وهو اصلا لعب تلات مصرات في الدور هناك. ما انت بتشوفش كابتن. بتشوف التحول اللي عمله جسمه. والشيب اللي بقى فيه. مختلف عننا. مش ده يعني. ما هو ده عشان كده اسمه اسطورة. طب ليه بقى مش هو اختحقه في البلد دي. ماشي. ليه? انا بس انا انا عايز اسأل السؤال ده. اصلا انا بحبه جدا. طب اجي بكرة تكون. لا لا. خلصت خلافة الموضوع. لا 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 انا بحبه جدا وحاسس ان هو مظلوم. انا بحبش الظلم عن متن. يعني انا ما بحبش الظلم. هتدرب لما تبطل? والله كابتن يعني مش هعارف يعني ان شاء الله هبدأ آآ بعضا ما بطل كده شوية في الاعلام. هجي اشتغل هنا معك في البودكاست ده. حلو قوي. يبقى انا قاعد هنا. انت ازباه وانا ازباه. يبقى انا قاعد لا. عشان نمسك الضفن اخسله. يبقى انا قاعد هنا وانت قاعد هنا. ماشي. فهم اللعب هو. يعني انت هتدرب. اه نشاء. عشان انت شايف ان آآ عادي في مساحة يعني انت ممكن تبقى اعمل حاجة كويس. اه في مساحة نشاء الله. تاخد آآ دراسات وكده. اه هاخد دراسات والاهمة من الدراسات اه كابتن العقلية. اه. العقلية والا وتحفيز اللعيبة. بتقولها انت بتقولها هبقى مدرب في حتة تانية. اه. يعني ايه بقى في حتة تانية. لان انا شايف حاجات اتمرنت مع مدربين مش بيعملوها. اللي هي الحاجات البسيطة اللي انا حتى بقول لك عليها. مثلا فكرة الكابتن حسان فكرة الكابتن اهاب. فكرة كابتن علي ماهر. اه. فانت جمعت من مدربين كتير فهتقدر ان انت. جمعت وتمرنت برا. اه. واحترفت. لعبت في بلجيكا شوية برضو. اكتسبت. فهيب عندك تجميع تقدر. هو اصلا يوم لعيب الكرة في مصر ماشي غلط. اليوم تحديدا اكس. فشل. عشان كده احنا عمرنا ماهنعمل امبروف اصلا للكرة مصرية عمتها. يعني اليوم اللي عيب بيصحى الساعة 12 ونص الظهر. وهو جاي شايتين فلو وطعمية. سندوتين فلو وطعمية هو جاي. هاتلي يا ابن عصير. وينده للعامل يا ابني. روحت لي سندوتشات فلو وطعمية من برا. وييجي وياكل قبل التمرين. ايه ده? ده بيحصل. اقسم بالله. بيحصل في اندهة كبيرة. اه تهريج. لكن هناك كابتن. السيستم بتاعلي هم مختلفة. تسعة الساعة سبعة الصبح. بتروح التمرين. ده هناك في مين عليش? في بلجيكا. في بلجيكا. ايو ايو. ايو ايو. 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 ايو ايو. 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 مش بحدد حاجة يعني. تسعة الصبح. اه يتقابلوا في النادي تسعة الصبح يفتروا. جو اسري فيه حب. ده هنا اللعب بيجي ما بيلحقش يكلم زميله كلمتين. يلا سلامه. 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 انا رايح وراي مشور بس بالعربية هنا اروح عنده عرابي وهاجب حاجات وراح البيت مش عاف ايه. لا دي دي اسرة. الجو الاسري ده هنا فشل. هناك اللعيبة بتيجي بادري بيعودوا بيفتروا مع بعض. تكلموا مش عارف ايه. انت فاهم قصدي عايز اوصل لك. فاهم فاهم. بيخلصوا بيبقى فيه تمرين. هم هم بيقضوا عدد ساعات كبير في النادي. فاعصابهم هادية. ايوه. مش جاي عشان يتمرن ويلسع التمرين او اتكا على الله يروح ما عارفش عنده ايه بتاع. ايوه كابتم بالزبط. فاليوم هنا فاشل عشان كده احنا ما بنعملش وفي نفس الوقت برضو بعض يعني المدربين طبعا اسف كلمة مش بيتطوروا من نفسهم. الستايل هو هو من الفين وتمانية. يعني مدرب مسلا مش هذكر اسماء عشان. لا شبك من الاسم. اه مدرب مسلا بيلعب نفس الست من الفين وتسعة. اصلا اخدت بتطولات في الفين وتسعة. لأ مش 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 معنى كده انت اخدت بتطولات في الفين وتسعة. انت تفضل على الرتم ده او تفضل على المنثالات دي. لأ الدنيا بتتطور كل يوم في تطور في يعني ما بتفرجوش عالدور الانجليزي. لا غالبا لا. ما بتفرجوش عالرتم. وخلي بالك. اللي مخلي الدور الانجليز مزيلا المصري مش اللعيبة. ما تظلمش اللعيبة. ايه بقى? المدربين. المدربين. اه. انت بتقول الوقت احمد اعمل واحد اتنين تلاتة. وانا والله ما مقتنع. بس بعملهم. اتفرج عالدور الانجليزي ما بيعملوش واحد اتنين تلاتة اللي هو عايزها دي. بس انا بعملها عشان العب. ما انا لو اعدت مسلا مش هابقى مش هابقى موجود. اللي هو لازم مش عارف مسلا ترجع تدفع لغاية الاخر. لازم تعمل ما معرفش ايه. اه. فانت مش مقتنع بدا بس مضطر انا بقى بيبقى نفس اقول له يا كابتن فلان. انت متتفرجش عالدور الانجليزي. اتفرج عليه ده ببلاش. تتعلم ببلاش. الاشتراك بتاع بينيس بور اهم هدفعه لك. اتفرج عالدوري. اتفرج عاللعيبة ازاي بتطلع. فيها اهمت. طب انت تعرف ان الكابتن علي ماهر. في حاجة بتعجبني جدا. يبقى. ممكن يجيب لك مسلا لقطة من منشستر. ايه. ايه. بيعمل محاضرات فنية بياخد مواقف من دوريات بره كده. بالزبط. بس مع كده. حاجة كويسة. كابتن هاني رمزي كده. حاجة كويسة جدا. اه. مش عيب ان انا اتعلم. اتعلم من اللي حسن مني. اللعب ان انا بقى ثابت مكاني. الناس كلها بتتقدم وانا محلك سر. لا. ما انت كده بتضر اللعيبة وبتضر الدوري. مصبوط. فاهم قصدي. انا بكلمت. حاجة لنفسك كم سنة تاني قبل ما اتبطل. لا والله انا. يعني الحمد لله اللي بيشوفني بالديني اصغر من سني دي برضو حاجة كويسة. والحمد لله ان انا من اللعيبة اللي انا يعني في خمسة وعشرين ستة وعشرين كنت سريع. فبرضو دلوقتي لما كبرت السراحيتي برضو مسكة نفسها. موجودة. اه. اه. فانا مكمل يعني ان شاء الله. لسه. اه. طب بنا اديك بانديها هتالتين سنة ومش قدرها تجري. والله العظيم. تمانية وثلاثين سنة مش قدرير. والله لو محفظ هبقى قدر legs. أهل الحمد الله بكل. ولمش قدرها تبطل. ولو مش قدرها بطل مشçekين نفسي. انا مشة هخليك كرة تهني. يعني الكرة دي كرة مدورة دي. انا مشة محلعها نهاية هني. ان انا مدرب يجي يتأمر علي او يجي يقول لي لا تعالى فى الممتزبه معي لا انا مش هخلي كرة تهني الممتزبة مش اهانة ولا حاجة بس خلنا نحط برضو الامور مش اهانة ولا حاجة بس اللي هو انت لعيب مسلا تلعب مسلا في الممتزبة لك تنصر ترتاشر سنة فخلاص يعني يوم ما هتلاقي نفسك مش قادر تلعب في الممتزة او ما لقيتش فرصة بطل لا لا هبطل والحمد لله الناس انا انا اكتر رزق ربنا مدهولي في حياتي الحمد لله مش الفلوس القبول عند الناس اه يعني فيه ناس معمولها برامج بملايين في التلفزيون تيجي كده تقلب تلاقي تقوم مقلب معمول لك برنامج وماضي عقده بتاخد فلوس ومعن لكش قبول عند الناس انا الحمد لله ربنا مديني حتة القبول اللي عند الناس دي بقى مش بفلوس تا ممكن يكون معاك ملايين دي انت حاسس بيها بشوفها في الشارع بشوف حب الناس ببقى ماشي مثلا مع ولادي الناس بيجوا كابتن عايزين تصار معاك كابتن بنحبك ببقى مبسوط يعني لما الانسان يحب اللي الناس بتحبه بيبقى مبسوط ودي خدتها من الكورة ولا من البرامج اللي طلعت فيها والله خدتها من الجزئين يعني الناس اصلا عارفاني من الكورة بس لما طلعت البرنامج شافت احمد ياسر بيتكلم اه ما انا بلعب مش هنتكلم وحنا بنلعب والله بتكلم جد خصوصا ان انا برضو مش بلعب في الاهلي والزمالك عشان اللي اضبط يبقى كبير عليها لكن الحلقة لما طلعت في ونسبورت وفي لقاطات معينة بقى عملت تراني فيها الناس حبيتني وده القبول بقى اه الحمد لله غير كده بقولك انت لو معاك فلوس الدنيا والاخرى مش هتشتري بيقى قبول هتنزل تدي للناس كل واحد ميت دولار عشان يحبك هياخدوها منك وهيكرهوك هيقولك هنحبك وياخد الفلوس ومش هيحبه القبول دي اكبر نعمة انا بشوفها حب الناس وان انت يكون عندك قبول عند الناس دي بفلوس الدنيا احسن ما يكون معاك فلوس وانت محدش طيقة انا بشكرك طبعا على ما انت قبلت الدعوة وانت لسه كان من السفر طبعا وحمد الله على السلامة وانا استمتعت لان انت برضو في الاول والاخر رجل حقيقي وقراءك حقيقية حتى لو قراءك بتقولها وانا غير تزويق بس دي انا بالنسبة لي بصراحة ميزة ودي يمكن حاجة بدور عليها دايما في البودكاست يعني ان الرأي اللي بيبقى عامل حساب قوي للنزع على الناس وما بيبقاش حقيقي لكن الرأي اللي بيطلع الرأي اللي بيطلع ممكن تختلف معه بس انت اكيد هو حقيقي دي دي الميزة اللي فيها رب انا خليها كابتن شرف لي انا بس عايز اقول اخر حاجة والله العظيم بجد لكل الناس اللي بتحاول تنافق او اللي هي بتحاول تكسب بمطة على قفة اي حد رزقك مكتوب رزقك مكتوب هتاخده هتاخده اللي انت بتعمله والنفاق اللي انت بتعمله والكذب والخبس والقلوب اللي مليانة غل للناس وتأذي الناس في اكل عشها وان انت مثلا بقربك لحد مثلا مسؤول تقدر تقطع عيش حد او تقطع عيش لعيب رزقك هتاخده ده ولا هيزود في رزقك جنيه ولا هيقلل في رزقك جنيه فانا بقول لكل اللعيبة ما تزلش نفسك لحد وما تهنش نفسك لحد وما تبقاش منافق لان انت كده كده اللي ربناك هتبقو لك هتاخده بالعمال اللي انت بتعملها دي ولا رزقك هيقل جنيه ولا رزقك هيزيد جنيه فخلي عندك احترام لنفسك احترم يعني لما انت كده تقعد مع نفسك انت متعرفش طبعا ان انا عملت ايه ما انا بعمل كده من وراك لما تقعد مع نفسك كده تقول الحمد لله والله العظيم انا راجل محترم على عكس ان ما تقعد مع نفسك تقول اه ده انا خبيس يعني كفية شكلك قدام نفسك رزق ربنا سبحانه وتعالى اتكتب خلاص اللي ارزاق اتقسمت يعني ما فيش حد تغيرها ما فيش انسان قادر يغيرها مستحيل مستحيل هتغير رزق كتاب لك مستحيل مهما عملت بس خد بقى الرزق اللي ربنا كاتبه لك ده بقلب كويس وبحب للناس وبحب وبحب الخير لزميلك يعني اللي انت بتعمله ده عمره ما هيغير في رزقك وعمره ما هيزود رزقك ولا هيقلله اللي انت بتاخده ده عشان عملت كده اللي بتهيقلك ان انت عملت كده عشان تاخده لا هو هتاخده كنت هتاخده ربناك تبقى لك هتاخده هتاخده فانت عشان لما تقعد مع نفسك ومع ولادك ومع امراتك تقول الحمد لله انا راجل محترم وعملت اسره محترم وصلت شكرا جزيلا واتمناك التوفيق ربنا واتبقى السيزن اللي جاي حلو وعليك ولغاية ما ان شاء الله مشوارك مع الكرواه ينتهي وتكمل مدرب وتعمل كل حاجة نفسك فيها ان شاء الله حبيب أبو ده انا اتشرفت بيك ومبسوط ان انا كنت معاك وانت مشخصات المحترمة اللي انا بحبها وانت كل الناس بتحبك الله ربناك اخير ديك على رأسي شكرا جزيلا دي كانت حلقة النهاردة من جول كاست مع ضيف مميز جدا زي ما شفت وزي ما سمعت وزي ما اكيد استمتعته وانا كمان استمتعت بأراءه القوية بقصصه الجميلة دي كانت حلقة النهاردة وان شاء الله شوفكم مع ضيوف اخرين مميزين مع السلام